حبيبنا وحوش الرياضة البحثة والتطبيقية وحشتونها النهاردة ان شاء الله يا ولاد هنتكلم مع اول درس من دروس الرياضة التطبيقية هتيجي سيادتك وتقول لي هو يعني ايه اصلا يا مستر رياضة تطبيقية علم الرياضة التطبيقية ينقسم الى قسمين القسم الاول هو علم الاستاتيكا والقسم التاني هو علم الديناميكا طب يا مستر الفرق ما بينهم هم اللي بنيت تعال اقول لحضرتك الاستاتيكا هو علم الاكسام السابتة طول ما الجسم السابت مش متحرك يطبق عليه علم الاستاتيكا اما علم الديناميكا هو علم الاكسام المتحركة زي حركة السيارات زي حركة الكطارات زي حركة المقزوفات يعلم مقزف ده لاعلى او لاسفل ده كده بيطبق عليه علم الديناميكا طب يا مستر احنا في الترم الاول والترم التاني عندنا موضع بتتكلم عن ايه في الترم التاني يا ولاد هنتكلم عن الديناميكا اللي هو علم الاكسام المتحركة هتحس انك بتسمع فيزيا شوية كده اركنها على جنب الترم الاول بنتكلم مع علم الاستاتيكا فعلم الاستاتيكا تعريفه هو علم الاكسام السابتة طب هتقول لي جسم ثابت أنا حدرس في إيه حسفات إيه لما يكون معايا الجسم ثابت هقول لحضرتك إن الجسم ده مش هيظل ساكنا أكيد هيجيه لوقت ويتحرك بس هيتحرك إمتى إذا أنا أصرت عليه بقوة وده عنوان منهجنا عنوان منهجنا هو إزاي تعرف القوة وإيه هي وحدة قياس القوة وإزاي نشتغل بمجموعة قوة وإزاي نشتغل بقوتين يلا بينا نسمي الله ومش عايزك تخاف خالص آه حاجة أول مرة تسمحها في حياتك بس ما تقلقش زي ما قلنا لكو قبل كده معانا ما بيش مشكلة خايص بس أهم حاجة محتاجين هدوء وصبر وتركيز وإن شاء الله هتلاقي نفسك من أوائل السنوية العامة يلا نسمي الله حضر ورقتك اللي بنيكتب فيها ملحوظاتنا ما حدش نسيها دايما وحضر كالرستك والألم والآلة شيء أساسي في حصص الميكانيكا استخدام الآلة حنسبها جنبنا ويلا بينا نشوف الشرح أول جزء عندنا في التطبيقية بيتكلم عن إيه هي القوة حضرتك لسه قيل لي من شوية طول ما الجسم ده سابت مش متحرك لو سبته قعدت سنتين ما بصش عليه وبعدين رجعت بعد السنتين بصت عليه حتلاقيه زي ما هو ساكن مش متحرك الله هو إمتى يتحرك الجسم ده قالك إذا أثرنا عليه بقوة معلش استحملني شوية هنقول شوية تعريفات ونوضحها مع بعض طب هو يا مستر بيجي في الامتحان يقول لي أعرف مثلا ما احنا اتفقنا بقى خلاص ما بدأنا نفهم مش نحفظ لازم كل معلومة تعرف هي أصلها جمنين ولازم تقتنع بالمعلومة عشان تعرف تطلع كل اللي جواك في المعلومة اللي قدامك فالراجل بيقول لي هو يعني إيه قوة هقوله والله القوة بتاعتنا يعني تأثير الأجسام الطبيعية على أجسام أخرى يعني إيه يا مستر حضرتك لما تمسك إيديك وتزق الألم الألم ده جسم طبيعي وإيديك كمان جسم طبيعي يبقى فيه جسم طبيعي أثر على جسم طبيعي تاني عشان يغير مكانه أنا لما زقيت الألم كده اتحرك اتحرك لإنه أثرت عليه بقوة يبقى فيه جسم بيأثر على جسم لتغيير الوضع اللي موجود معاه زي إيه يا مستري كده هقول لك هو أنا لما زقيت كده عملت إيه أثرتها ليه بقوة تسمى قوة دفعة دفعت ولو قدام طب لو أنا جبته من هناك روح تجاي شده يبقى أنا عملت عملية جذب لو إحنا وقفين على الأرض إحنا وقفين على الأرض تحس تأثير قوتين قوة الجذب هي الأرضية وقوة الوزن بتاعتنا يعني معنى كده الوزن يعتبر قوة بالزبط يعتبر قوة فالراجل لما يقول لك يعني إيه قوة قل له هو تأثير بعض الأجسام على أجسام أخرى وعندنا أمثلة كتيرة عندك قوة الدفع تعتبر قوة قوة الجذب يعتبر قوة قوة الضغط يعتبر قوة التنافر يعتبر قوة مستري طب لاحظة معلش في بعض الكلام أنا كده عايز أفهمه ممكن توضحه عناية ليك قوة الدفع زي ما قولنا أنا بزق أحاجة قوة الجذب بجذبها نحيتي قوة الضغط لو أنا واقف ببص على الصبورة هنا روح تجاي بص على الترابيسة وضغط عليها طب أنا كده ضغط قوة التنافر بكون ما بين الأجسام الحديدية والمغناطيس اللي أنت كنت بتلعب بيه زمان آه في قوة التنافر كل ما قرب المغناطيس ساعات بينجذب إلي وساعات تاني بينفر مني وبيمشي وكمان شوية حنوضح الكلام ده بالزبط يبقى كده عرفنا يعني إيه قوة طب هو يعني إيه جسم طبيعي جسم طبيعي يعني جسم مدي وكلمة مدي مش ميعني فلوس لأ كلمة مدي يعني ملموس قاعد نمسك الجسم إيه القلم جسم مدي ملموس قاعد نمسكه وحسه أي جزء موجود حواليك تقدر تلمسه وتحسه فهو يعتبر اسمه جسم مدي فلما راجل يقولك يعني إيه جسم طبيعي قوله هو جسم مدي ملموس حجمه لا يساوي صفر طبعا طالما الجسم ده بيشغل حيز من الفراغ يعتبر جسم مدي وطالما يشغل حيز من الفراغ يبقى له حجم أيوما انتشغل لمكان معين يبقى إزاي حجم يكون بصفر يبقى وبالتالي لا يمكن الحجم بتاعه يكون بصفر قال لنا بقى إيه الأجسام عندنا نوعية يعني حضرتك لما تيجي اتعرف الجسم الطبيعي أو الجسم المادي قول لي هو جسم لازم يكون ملموس ملموس يعني جسم بيشغل حيز من الفراغ وطالما يشغل حيز من الفراغ يعني حجمه لا يساوي صفر طب هو عبارة عن ايه تعالى نشوف قال لي والله عندنا نوعين من الأجسام عندنا أجسام تسمى أجسام جاسئة وكلمة جاسئة يعني متمسكة يعني نشفة زي الأحجار الحجر معاك ده تقدر تحركه من مكانه آه يا نقدر أحركه من مكانه لكن ما قدرش أغير شكله وانا بزقه الحجر لو انت وقفته قدامك وزقيته أثرت عليه بقوة حصل يا مستر أثرنا عليه بقوة مكانه تغير حصل يا مستر مكانه تغير تحت تأثير القوة بتاعتنا طب شكله تغير لا ما تغير وعشان كده بنقول الأجسام اللي احنا بنسميها أجسام جاسئة يعني أجسام متمسكة يعني مهما أثرت عليها بقوة شكلها ما بيتغيرش فحقوله هي أجسام لا يتغير شكلها مهما كانت القوة المؤثرة عليه زقه زي ما انت عايز ارفعه فوقه زي ما انت عايز شده زي ما انت عايز هو الحجر شكله كده أما النوع التاني هي الأجسام القابلة للتشكيل زي ما احنا او احنا صغيرين كنا بنمسك عجنت السلصال عجنت السلصال لو انت عملتها على شكل كورة وكورتها وجيت زقتها بأيديك هتلاقي الكورة حصل فيها خلل في الشكل بتاعها يعني معنى كده ان الجسم ده قابل ان نشكله لو جيت حدفتها على الأرض هتلاقي الحتة اللي تحت تبططت خالص يبقى قابلة للتشكيل يبقى انا عندي الأجسام نوعين أجسام متمسكة مهما اثرت عليها بقوة شكلها ما بيتغيرش وأجسام قابلة للتشكيل هي أجسام يتغير شكلها تحت تأثير القوة لو ضغط الشكل بيتغير لو حدفتها فوق اعطها الأرض الشكل بيتغير لو زقتها بأيديك الشكل بيتغير مثل المطاط والسلصال والسوائل والغازات طب يا مستر ممكن تقول إيه أنواع القوة اللي احنا ممكن نشوفها مثلا خصا في المنهج بتاعنا يعني أو ممكن نقبلها عموما في القوة ما احنا قولنا محتاجين نفهم يعني هي قوة شانعرف أخش وتعامل مع أفكار المنهج قال لي بوسي أسيد والله عندك شوية قوة كتيرة لا عدد لها من الحصر يعني ما ينفعش أقول لك احصر لي عنوية القوة دي أنت ما عندك كم قوة ألا تعال أقول لك حضرتك لو جبت خيط وربطت أخي الخيط كرة حديد الخيط هتلاقي مدلد قدامك كده ساعة ما تسيب الكرة من الحديد هتلاقي الخيط فيدل ينزل ينزل في لحظة يا أولاد معينة كده هتلاقي الخيط عمل كده في اللحظة دي الخيط يعتبر شد وده اللي واضح معنا في الشكل الأول الشكل الأول ده بيعبر عندي عن حاجة اسمها قوة الشد وقوة الشد بتكون في الخيوط وطبعا برمز لها بالرمز شين يبقى الشين كل ما شوف خيط حصل في شد برمز له بالرمز شين وتعتبر قوة موجودة عندنا بنسميها قوة شد وهي موضحة عندك في الشكل اللي قدامك طب يهلا بيعنخش عن نوع التاني مثلا قوة تسمى قوة ضغط منين بتنشأ قوة الضغط سيادتك سنت على الترابيز ضغطت عليها سيادتك شلت صندوق تقيل قوي روح تجاي حطه على الترابيز خلي بالك ما هنت لما حطت الحاجة التقيلة دي على الترابيز الحاجة دي ضغطت على الترابيز اه يبقى انا الشكل اللي قدامي التاني ده بيعبر عن اني جبت شكل معين له سقل او له وز وحطيت على الترابيز وحقول لك قوة تظهر عنده ارتكاز جسم على سطح جسم ده يعني ايدي استنت على الترابيز يبقى انا كده عملت قوة ضغط جبت حاجر تقيل حطيت على الترابيز استنت على الترابيز يبقى انا كده عملت قوة ضغط طب هنا لما بدغت بقوة الضغط قوة الضغط دايما بتكون لأسفل نزل تحت هاي قوة ضغط انا وانا بدغت على الترابيز بتنزل لتحت بتنزل لتحت بس لحظة بقى خير هو انا سعب ما بس نتعطر بيه زهر بتقع في الاغلب لا طب جميل ليه ما بتقعش لان انا بضغط عليها وهي مش تكتالي ما هي بترد علي بترد علي بترد علي طب انا ضغط عليها بقوة تسمى قوة ضغط هي حترد عليها بقوة بقوة تسمى قوة رد فعل وعشان الترابيزة ما وقعتش يبقى معنى كده ان قوة ضغط عليها مساوية لقوة رد فعلها علي وبالتالي الجسم ده فضل ساكن ما وقعش على الارض يعني قوة الضغط وقوة رد الفعل بتلاقيهم دايما متساويين في الشكل الواحد بس مختلفين في الاتجاه بس اه في الاتجاه انت وانت بتضغط علي حاجة يبقى بضغط لأسفل هي لو ضغطت معك لأسفل انتو اللي اتنين حتقعوا تحت لكن هي بترد عليك لأعلى يبقى انا عندي قوة الضغط بتكون لأسفل قوة رد الفعل بتكون لأعلى وهم اللي اتنين بيصواوا بعض وهو اعتنسى يا دكتور وهو اعتنسى يا دكتورة ان حضراتكم حفظين من زمان ان لكل فعل رد فعل ها ها بص ركز معي لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار انا وانت بنساوي بعض احنا اعداء اه بس انا وانت بنساوي بعض ومضاد له في الاتجاه يعني انا وانت في اتجاه واحد حنمشي في نفس الجهة لكن لازم نكون انا وانت عكس بعض عشان انا وانت نفضل محافظين على الاتزام بتاعنا يبقى حبيبقى عندنا القوة زي ما نشاف قوة شد قوة ضغط قوة رد فعل طب ايه هي قوة الجذب والتنافر طب ما احنا قلناها من شوية وشرحناها استنقلها بالتفصيل قوة الجذب والتنافر بتحدث لما سيادتك تجيب مغناطيس وجسم جسم يعني ايه الحديد سعب بيحصل تجاذب وسعب بيحصل تنافر اه حاجات خدتوها في الفيزياء وفي العلوم ممكن يحصل تجاذب بين الجسمين قوة جذب بين الجسمين بتلاقي الجسم بتاعك ينجزب نحية المغناطيس واوقات تانية سعب ما كنا بنخش المعمل بتلاقي المستر يقرب المغناطيس من حتة حديدة الحتة الحديدة عما تبعد تبعد مش بتنجزب لها ودي حاجات لها علاقة بالاقطاب والكلام ده كده فعشان كده لما يجي يقول لي قوة الجذب والتنافر قال لي مثل القوة التي تنشأ بين الاقطاب المغناطيسية والشحنات الكهربية والاجرام السنوية يعني يا اجرام السنوية يعني سيادتك تعاد بتلاقي في الفضاء جسمين او كوكبين بيقربوا البعض وسعب بتلاقي في حالة تانية الجسم بيقرب فالتاني بيبعد عنه مفيش تكافر نفس القصة في الجذب والتنافر ما بين الاقطاب المغناطيسية وقلنا قبل كده كده حسب الشحنة الكهربائية التفاصيل السؤال ده مثلا هتفيدنا في حاجة والله يا دكتور ممكن وإحنا بنحل سؤال يجي لك كلمة مندول في النص كده فالكلمة معاكنين عليك السؤال يعني مخليها أنا مش فيهم هو يقصد بالكلمة دي فعشان كده معلش زي ما قلنا لازم نفهم كل معلومة أصلها وفصلها ايه بالزبط القوة اللي بعد كده هو أنهم ملهمش عدد القوة اللي بعد كده هي قوة تثاقل أو قوة الوزن أنا وأنا واقف في صقل قاعد على الأرض أنا وأنا واقف لي وزن طبعا كلكم شطروا عارفين أن الوزن دايما قوته بتؤثر لأسفل سيادتك اللي ما بتروح بتشتري أي حاجة من أي دكات بتروح جاي داخل قيل له أوزل دي فأول ما بيمسكها بيلاقي كافة الميزان سابتة بتكون سابتة فأنت أول ما بتحط الحاجة على كافة الميزان كافة الميزان بتتحرك لأسفل يعني كان السكنة بقت متحركة تحت تأثير قوة تسمى قوة الوزن وقوة الوزن عمري ما شفت كافة الميزان بتجري شمال ويميل لا هي بتنزل لتاحت يبقى قوة الوزن بتاعتنا تنزل لتاحت يبقى أنا حقول إذا ترك جسمي في الهواء فأنه يتحرك ساقطا نحو سطح الأرض يعني أنت لو سبت كده بينزل تاحت عمري ما شفت جسمي بيمشي منه شمال بينزل تاحت بينزل تاحت لأن في حاجة اسمها قوة جاذبية أرضية مع قوة وزنه بتكل تاحت يبقى هي دي القوة اللي موجودة معنا وهي قوة الوزن طب يا مستر هو القوة دي نشأت منين أو هي اكتشفوها ازاي أو هي بتساوي ايه قال لي والله يا محترم القوة عبارة عن حاصل ضرب الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية يعني أصلا العلماء لما جم يخترعوا لفظ قوة وقال لك تعالى هي القوة دي نشأت من ايه قال لك والله لما يجي أمسك كتلة الجسم أضربه في عجلة الجاذبية الأرضية الناتج ده هيبقى هو القوة التي يؤثر بها الجسم على الجسم الآخر الله سواني كده انت قلت الكتلة اه انها ما معرفهاش بتساوي كم لانها بتتغير انت قلت عجلة الجاذبية الأرضية اه وعجلة الجاذبية الأرضية هي دال الدال سبتة هي عجلة الجاذبية الأرضية في فرق ما بين عجلة الحركة وعجلة الجاذبية الأرضية عجلة الحركة تسمى جيم ودي قيمتها متغيرة مش سبتة وحنتكلم عنها في الترمي التاني أما دال هي عجلة الجاذبية الأرضية وقيمتها سبتة بتسعة وتمانية من عشرة متر الكل سنية تربيع القيمية تحفظ طبعا تتحفظ تسعة وتمانية من عشرة متر الكل سنية تربيع أو تسعمية وتمانين سنتيمتر الكل سنية تربيع وساعات ساعات انا بقول لو استخدمتها ساعات يجي يقول لك اه علما بأن عجلة الجاذبية تسوي تقريبا عشرة دي مش بتاعتي أنا بقى خلاص يعني هو بيقول لك تقريبا هي بس أو عشر لكن لو ما قالتش قيمتها كام لازم تكون سيادتك حافظ قيمتها التقريبية هي تسعة وتمانية من عشرة متر الكل ثانية تربية طب جميل كده يا مستر احنا عرفنا ايه هي القوة وعرفنا ناشأت منين القوة وعرفنا انواع القوة وعرفنا الأجسام اللي بتأثر على بعض دي أنواحها ايه وعرفنا القوة دي اصلا بتسوي ايه ممكن بقى تخشيني في المهم شوي عشان انا يا زهقت ومحتاجي حل مسائل هقولك يلا بينا والله دلوقتي معدنا مع جزء مهم جدا هو ايه هي القوة دي رمزها ايه طب جميل بنعبر عن القوة بشكل ايه يعني لما جقول انا معايا قوة حكتبها باني شكل حكتبها باني منظر قالت عليها واستاذ اول شكل من اشكال القوة هي الصورة الاحداثية وكلمة الصورة الاحداثية هي الصورة اللي على شكل زوج مرتب وانتو نشطرة طبعا وعارفين ان الزوج المرتب هو عبارة عن مسقط اول ومسقط تاني اللي احنا بنرمزله بالرمز سين وساط نقول تاني نقول تاني يبقى انا عندي القوة بقول او بعبر عنها بتلت اشكال اول شكل هو الصورة الاحداثية يعني عبارة عن زوج مرتب مسقط اول مسقط تاني يعني سين وساط وده اللي بنسميه زوج مرتب الصورة التانية وهي الصورة القطبية انت بتقول قطبية يا مستر احنا الكمام ده متهيق اللي سمعنا قبل كده حصل سمعته السهل اللي فاتت في الهندسة في أول سنوية ايه ده سواني بقى واحدة واحدة معي يعني هل في فرق ما بين الصورة الاحداثية وما بين الصورة القطبية طبعا يا باشا طبعا يا دكتور إيه الفرق بقى الصورة الاحداثية دائما وأبدا سين وساط مسقط اول و مسقط تاني أما الصورة القطبية بتكون عبارة عن مسقط اول و مسقط تاني بس حضرتك لما قلت المسقط الاول المعيار طب يعني ايه كلمة معيار بص معي وخلي بالك من الكلام اللي هقوله دلوقتي حالا لما اجي هنا اقول لك المسكة ده اللي هو عبارة عن سينوسات اللي هو عبارة عن مسكة اول ومسكة تاني حلو المسكة ده لما اجي اخده واجيب معياره بنقول هو جذر السين تربيع زائد سات تربيع لحظة كده يا مستر يعني انت اصدق تقول لو معايا زوج مرتب عبارة عن سينوسات وانا عايز المعيار باخد جذر سين تربيع زائد سات تربيع برافو كده صحي كده يعني لو انت معاك تلاتة واربعة يبقى اذا المعيار جذر تلاتة تربيع زائد اربعة تربيع على الال هيطلع بيسوي كمسة ده كده هو المعيار اللي هو بيعتبر المسكة الاول في الصورة القطبية طب والمسكة التاني المسكة التاني كتب لك سيتا سيتا دي عن المسكة التاني بيعبر عن الزاوية الزاوية زاوية مين بالزبط قالك زاوية الميل بتاعتنا ودي هقولك نجيبها ازاي وطالما اقولك زاوية الميل بتاعتنا يبقى لازم نشتغل بالزا يبقى وحلة بنجيب دايما المسكة التاني هو زاوية ميل بص بص ظل ميل الميل ظل الميل يبقى زاو اه دي اللي خدناه في اعدادي وفولة سنوي يبقى انا حقول الزاوية فالسيادتك هتقول لي مستري نعم حبيبي هي مش الزاوية يساوي صاد على سين صح برافو عليه يبقى انا اولاد لما يطلب من الصورة الكتبية وحنتعامل معاها كمان شوية في سؤال لما يطلب من الصورة الكتبية حروح اجيب حاجتين مسكة اول المعيار اللي هو الجزري سين تربيع زاوية صاد تربيع مسكة تاني قياس الزاوية اللي احنا بنجيب عن طريق زاو سيتا بيساوي صاد على سين اما المسكة اما الشكل التايت اللي بيكلم عن الشكل بتاع المتجه خلي بالك شكل المتجه بتاع القوة بدلالة متجهي الوحدة الاساسيين اللي هم مسكة اللي هو شكله عامل ازاي ده حيجيب لك قواف اللي هي القوة وطبعا يحط لك عليها علامة المتجه حاجة طبيعية جدا حيجيب لك قيمة المسكة الاول اللي هو ده بس لازم يعطي لك جنبها المتجه سين يجيب لك قيمة الصاد اللي هو المسكة تازم يعطي لك جنبها المتجه صاد يعني مثلا لو دي كده بيساوي اتنين وخمسة في الزوج المرتب يبقى الشكل بتاعها هيبقى اتنين المتجه سين زايت خمسة المتجه صاد يبقى اولاد قبل ما نخش نحل على الجزئية دي ونقول ازاي نستخدمها حط في اعتبارك حتى مهمة جدا ان القوة عندي بعبر عنها بتاعت اشكال اما بالصورة الاحداثية اللي هو زوج مرتب سين وسط او بالصورة القطبية اللي هو مسكة اول المعيار ومسكة تاني قياس الزاوية عن طريق قانون المال متجهي الوحدة الاساسيين اللي هم عبارة عن مسكة اول ومسكة تاني يعني لما اجا اقول لك سالب ثلاثة وثمانية دي كده المتجه قاف هتروح جايز سيادتك حيني اذا المتجه قاف سوي سالب ثلاثة سين زائد تمانية صاد كده دي الصورة بدلالة متجهي الوحدة الاساسيين طيب تعاني اتمرن عالكلام ده عشان بصراح خايف يقع مني وانسان ما تجي اتمرن عالجزئة اللي انت اتكلمت فيها الرجل بيقول لك شخص يجر سيارة يبقى في قوة بحبل بقوة تلاتين نيوتن تمام كده يبقى القوة اللي موجودة معي اللي هي قاف مقدرها تلاتين نيوتن وكان قياس زاوية ميل الحبل قياس زاوية ميل الحبل بتزاوي ستين مستر احنا دلوقتي ايه لقينا قيمة القوة وزاوية ميلها قيمة القوة وزاوية ميلها قال لها ومش دي سرقت بيا مستر والله برافو عليك صح صح برافو عليك ما احنا لسه قايلين من شوية انها لما افتح القوز بالبانزر ده بيبقى معي مسكة اول الاول 30 والمسكة التانية 60 درجة اول ما لاقي قوة وزاوية قوة وزاوية يبقى دي سورة قطبية قوة وزاوية يبقى سورة قطبية طب انت عايز ايه قال ليه اوجد السورة الاحداثية اه يعني عايزني ارجع السورة القطبية دي للصورة الاحداثية على شكل سين وسط تعالي نشط مع بعض هنعمل ايه قال لي عشان نجيب السين وعشان نجيب الساد هنعمل حركة جميلة جدا هنضرب قيمة المعيار اللي هي القيمة يعني وهنا الزاوية قيمة المعيار وهنا الزاوية حضرتك عايز تجيب من دلوقتي عايزة جيب السين طب منتوا اشتر مني وعارفين ان السين بنعبر عنها بكلمة جتا والصاد بعبر عنها بكلمة جا يعني سيادتك عشان نجيب من الصورة القطبية نجيب الصورة الاحداثية لازم اجيب سين وصاد السين بيساوي المعيار في جتا الزاوية والصب بيساوي المعيار في جا الزاوية فالسيادتك لو ضربت على الآلة تلاتين كوزين ستين حيديك خمستاشر دي كده قيمة السين سيادتك لو ضربت على الآلة تلاتين سين ستين حيديني خمستاشر جزر اتنين ايه ده خمستاشر جزر تلاتة ايه ده مستر يعني معنى كده يا مستر ان الصورة الاحداثية بتاعتي عبارة عن خمستاشر وخمستاشر جزر تلاتة برافو عليك وخدت الدرجة كاملة على فكرة خلاص تم تيجي نزود مخلوب تعا بقى نجيب الصورة بدلالة متجعي الوحدة الاساسية هتروع جايز سيادتك ايه ده اذا متجه القوة بيساوي خمستاشر وتحط جنبه سين متجه زيت خمستاشر جزر تلاتة وتحط جنبه صاد متجه هو ده القوة بتاعتنا يبقى الكلم ده يتفهم كويس ويتركز عليه ويتكتب من ضمن ملحظاتك لو معاك القطبية وهنا اعرفت ان معاك القطبية منين معايا قيمة القوة وزاوية ملها يبقى صورة قطبية تمام لو معانا القطبية ويعايزين سين وساط السين حيساوي المعيار في جت الزاوية الساد حيساوي المعيار جاء الزاوية ايه والعكس افرد انا مستر معايا الصورة الاحداثية اللي هي يعني يا استاذ سين وصوت تمام وقال لو جد الصورة الكطبية فحضرتك ببساطة شديدة هتقول ايه هي مش الصورة الكطبية يا مستر كانت بتتكون من مسقطين المسقط الاول هو المعيار اه طمت يلا بنا نروح نجيب معيار القوة ودي علامة المعيار خطين وخطين وقلنا المعيار بيساوي جزر ادي سين تربيع زا اتصاد تربيع يساوي ادي جزر ادي سالب تلاتة تربيع زا جزر تلاتة تربيع طبعا سيادتك هتروح تعمل الكلام ده كله على الآلة طب بعد ما اعمله على الآلة هيديني اتنين جزر تلاتة تمام تروح جاي طالع تجري على المسقط الاول وكتب لاتنين جزر تلاتة يبقى صراح كطبية اللي هو بيسألني عليها مسقطها الاول اتنين جزر تلاتة فاضلك تاني فاضل المسقط التاني بيقول ايه المسقط التاني بيقول انا هروح اجيب ظل الزاوية اللي هي الزاسيتة اللي هي بتسوي مين على مين قال صاد على سين اقف او تعالي تعال عايزك في موضوع مهم انا وانت نتكلم فيه عشان الحتة دي مهمة جدا اغلب الطلبة بتسقط منك ده فيه بعض المدرسين بتنسى بتنسى تدق على الجزئة دي ايه الجزئة دي تعال اقول لك حبيبي فاكر الشبكة التربعية المتعامدة طبعا مستر وحنا قلنا معانا كل حاجة هتاخدها صحة فاكر الشبكة اه فاكرها كب بتتكون من ايه كب بتتكون من اربعة تربع يا مستر ده كده بنسمي ربع الاول وده كده بنسمي الربع التالي وده كده بنسمي الربع التالت وده كده بنسمي الربع الرابع تمام فاكر بقى حضرتك اشاراتك ايه اه ده بينه حتى مستر ده محور السنات على يمينه مجب وعلى شماله سالب برافو عليك ده محور الصدد يا مستر فوق موجب وتحت السالب برافع ايه معنى الكلام حضرتك يا محترم ان دايما الصورة الاحداثية اللي تقع في الربع الاول بتبقى سنها موجبها وصدها موجبها ادي موجب وموجب تمام ودايما الربع التاني بتبقى سالب وموجب اهو سين صاد سين صاد تمام ودايما الربع التاب بتبقى سالب وسالب بين ايه سالب سالب ودايما الربع الرابع بتبقى موجب وسالب طبعا اهو عتقول لي انا هتلغبط خلي بالك مفيش اتنين شبه بعض اصلا كلهم مختلفين هقولك حاجة تعال هفصلك بطريقة حالوة الربع الاول كله موجب اما التالت كله سالب الاول كله موجب لو لقيت سين موجبة صاد موجبة ربع اول لقيت سين سالبة صاد سالبة ربع ثالت اما اللي اختلافه اللغبطة في دول فانت ممكن لو حفظت وحدك كويس جدا 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 التاني عكسها التاني عكسها تعالي ليال الرابع التاني قالك الصاد هي الموجبة الصاد هي الموجبة الرابع العكس السين هي الموجبة وبعدين سيادتك لو عملت الشبكة التربعية دي ومشت بالنظام اللي اقولت علي ده هتلاقي الموضوع قبصب بكتير من اللي انت كنت موجبت اخيله طب يا مستر برضو ما هترمل الكلام ده كله انا استفدت ايه باللي انت عملت قوله عايز توصل ايه عايز اوصل لحت الغلطة كنت هتقع فيها ومش هتقوم منها والسؤال هيبقى باس ايه الغلطة تعالي اقول لحضرتك دلوقت حالي حضرتك يا استاذ لو انت قاعد في الرابع الاول كنا بناخد فقولة سنوي الزاوية زي مهيها بمعنى لو انت قاعد في الرابع الاول والزاوية تلعب بتلعب بتلعتين يبقى الحل بتاعي تلعتين ستين الحل بتاعي ستين خمسة واربعين حل بتاعي خمسة واربعين اما اما لو الزاوية اللي معاك طلع ان هي موجودة في الرابع التاني فكنت باخد مية وتمانين نايس الزاوية اللي معاك يعني مثلا لو انت طلعت الزاوية بستين وانت قاعد في الرابع التاني يا بنا ادم ما تروحش تقول اذا قياس الزاوية بيستون ستين هو في زاوية في الرابع التاني قياسها ستين مش حاجة اسمها كده اما بنعمل ايه ده الرابع التاني اصلا بيكون قياسه اكبر من تسعيد واقلل مية وتمانين الله صح ما انت عندك حق يا مستر يبقى اول ما تلاقي احتمال الرابع التاني هتقول مية وتمانين نقص الزاوية يبقى لو طلعت معاك ستين اطرح مية وتمانين نقص ستين يبقى بمية وعشرين مبلوعة كده فعلا المية وعشرين فعلا تقع في الرابع التاني طب افرز زاوية اتنا طلع احتمالها انها تقع في الرابع التالت كنا بناخد مية وتمانين زائد الزاوية هتقول يا مستر طب بعد اذنك وانا هعرف من اين ان قاعد في الرابع ده جايلك وحقول لك طب لو طقع في الرابع الرابع كنا بناخد تلتمية وستين نقص الزاوية حتة جميلة هتسمع معنا كل حاجة حلوة بس ركز هتقول تعالى بقى ركز معي واحنا بنجيب يا اولاد قياس الزاوية بنشتغل بالزاو واحنا بنشتغل بالزاو بنقسم صاد على سين فلو عينك الجميلة دي رحت قسمة صاد على سين لقيتهم الاتنين موجبين يبقى انت قاعد في الرابع الاول يبقى اللي يطلع لك عن طريق شفت تان هو ده حل السؤال اللي يطلع عن طريق شفت تان هو ده حل السؤال ده لو كان السين والصاد موجبين اما هنا لما جيت ابص لقيت ان السين سالبة والصاد موجبه وده كده معناه انه هو قاعد في الربع التاني اه يا ابن اللزينة طب ما انا يا مستر ممكن هروح اكتب ان الساد فوق بالجزر تلاتة والسين تحت بسالب تلاتة قال لك لا يا حلو ما تكتب ليش على الالة سالب خالص اما لا اعمل ايه احتفظ بالسيب ده في عقلك لحظة وتعال اقول لك ركز ما هي في اللي الالة هتكتب لك تلاتين اول ما الالة تكتب لي تلاتين هصحصح وافوه اقول ايه هو انا اقاعد فاني ربع الحقوني لو الراجل قال لك انت نم وجبين يبقى انت اقاعد في الربع الاول يبقى مجموعة الحل تاتين يبقى كنت حكتب هنا تلاتين اما لو الراجل قال لك معك سالب وموجب يبقى انت اقاعد في الربع التاني تخل التاتين الحلوة دي تطرحها من مية وتمانين فحيطلع مية وخمسين يبقى معنا كده ان الزاوية بتاعتنا او احنا سعب بنسميها قياس الزاوية القطبية بيسوي مية وخمسين يبقى معنا كده ان صورة القطبية اتنين جزر تلاتة ومية وخمسين طب نفترض لو كانوا الاتنين سوالب طب كده كده مش حكت بالسوالب وحيطلع تاتين سامح حد فيكم وميدهيقني ميدهيقني هاوي هاوي اللي قاعد بفرج عليها ده ويقول ليه يا مستر مش لما اسم سالب على سالب السوالب بتروح مع بعض لا الكلام ده مش هنا بابا كلام ده مش على الشبكة التربية حبيبي لا حتى لو قسمت سالب على سالب وروحوا مع بعض فطلع الزاوية تاتين فالسالب في السين والسالب في الصاد دلالتهم معناهم انك قاعد في الربع التالت يبقى المفروضك وتتخد للتاتين دي تجمحها على المية وتمانين تطلع ميتين وعشرة واكبر دليل انك بتتكلم صح فعلا الميتين وعشرة تقع في الربع التالت بسيطة ايه فحبيبي لاحد واحدة مع بعض وصلى على النبي وتعال ان لخص حت اللي فات دي في جملته وانت بتجيب المعيار ما تركس مع الاشارات لما اطلب منك صورة كطبية وانت بتجيب المعيار ما تركس مع الاشارات لكن وانت بتجيب كياس الزاوية شيل اشاراتك روح جيب زاويتك وارجع بص كل موجب ربع اول خلصت سالب موجب ربع تاني يبقى 180 نقص الزاوية لتلاتة كله سالب ربع تالت 180 زاوية لتلات موجب سالب ربع رابع 360 نقص الزاوية لتلاتة كده موضوع بسيط هو يبقى احنا كانت علمنا ازاي نحاول من صورة احداثية الى صورة كطبية كان فيها تكة قلناها مع بعض وتعلمنا كمان نحاول من صورة كطبية الى احداثية ما كانش فيها تكة ولا حاجة قلنا السين بتساوي المعيار في جاة الزاوية صب يساوي المعيار في جاة الزاوية قش بعد كده عالكلام اللي احنا عايزين نكمله وكنا فتحناه من شوية نرجع شوية نتكلم كشوية كلام لازم تفهمه وتقتنع به هو مثل معلش هو ازاي بعين القوة يعني لو الراجل قال لي هات القوة هو ايه معناها العلمي ان اجيب القوة قال لك معنى تعين القوة انك تعين تلات حاجات ايه هي مقدارها مقدار القوة دي بتساوي كام موكلمة عين عارف لو قلتلك اوجد مقدار القوة يبقى انا اطلب منك مقدارها بس بس مش عايز منك اطلب من كده خلاص مقدارها لكن لما قلتلك عينها يبقى اجيب كل معلوماتها اللي هي ايه كل معلوماتها تلات معلومات اول معلومة مقدارها كام يعني هي بتساوي كام بالزبط تمام تلات معلومة اتجاهها كام ايه يا مستر هي القوة لا اتجاهها طبعا طب ايه معنى لفظ اتجاهها عندنا في الاستاتيكا قال لك هي قيازة ويتميل القوة دي مع الجزء الموجب لمحور السينات حضرتك عارف انها عندك شبكة تربعية الحتة دي حبايب قلبي تسمى الجزء الموجب لمحور السينات فلما اجا اقول لك عين اتجاه القوة بتاعتك يبقى عايز زاوية الميل بين القوة بتاعتي والجزء الموجب طب لو عاملة كده يبقى عايز الزاوية دي لو عاملة كده يبقى عايز الزاوية دي دايما بمشي لغاية مخبط في الجزء الموجب لمحور السينات طب الحاجة التالتة نقطة تأثير القوة ايه بقى الكلمة دي طب مقدر القوة عارفة خلاص قيمتها بكام اتجاه قوة وفهمتها خلاص اتجاه قوة يعني الزاوية الزاوية اللي بيتميب بها قوة مع الحتة المجابة في محور السنان ايه بقى مستر نقطة تأثير قوة قالك ان اي قوة بتحصل بين جسم وجسم لها نقطة تأثير يعني ممكن ازوء جسم من حتة وزوء جسم من حتة تانية قوة تبقى اكبر يبقى انا نقطة تأثير القوة بتاعتي مش في الحتة الاولى كانت في الحتة التانية هتقولها تلغبط تعال اقولك حاجة مهمة جدا لما نيجي نتكلم مع بعض على وحدات قياس القوة ونقول هي نقطة تأثير تبقى في مزاب تعال اقولك اه بص معايا كده ده باب كلنا عارفينه كويس اه الباب ده له مفصلات اه تمام ماشي كامل انا عايز اقفل الباب فجي واحد اخونا كده محترم راح جنب المفصلة النحية دي وقال لي هزوء من هنا طلب راحتك زوء قاعد يزوء الباب من ورا الباب بيتقفل اقفل سنة 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 حبة 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 حتة حتة ضعيف لان انت قوتك اللي انت بتأثر عليها قوة كبيرة قوة كبيرة بس مش جاي عند نقطة تأثير القوة بتاعتك طب تعاله جي واحد زي منا راح جاي رايح عند الحتة اللي في اخي الباب عند الاوكرة كده وراح جاي زائق الباب تحرك بسرعة وتقفل معنى كده ان القوة بتاعتي نقطة تأثيرها هنا كان اعلى من هنا وده اللي احنا بنتكلم عنه فالرجل قال لك يتوقف تأثير القوة على نقطة تأثرة فمسلا اذا حاولت تفتح باب او غلق باب حجرة بالضغط بقوة من خط عمل المفصلات في احتكاك هنا في واحد بيرد عليك هتلاقي صعوبة كبيرة انك تفتح او تقفل باب اما لو رحت بعيد فهتلاقي الصعوبة تتلاشة يعني هتلاقي نفسك بها مفيش صعوبة اصلا والموضوع بقى معك كويس جدا يبقى كده عرفنا ازاي نتعامل مع القوة ايه طيب بالنسبة للحلوة الامورة دي ايه تعالي كده مع بعض هو ايه دي قال لي ده والله الجسم الجسم ده بنسميه عند الحتة دي مركز السقل حضرتك لو جبت مثلا ايه حجر كبير كده مدور وحطيته على اي مزا في ناس بتفكر ان وزن الحجر هي الوزن كل كل كله جسم كله لا 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 علميا بقى يا دستاذ في نقطة تقع في مركز الجسم ده النقطة يسمى مركز السقل تعالي اقولك حاجة تاني حضرتك لو روحت تشتري ماكرونا سباكاتي عارفينها طويلة دي ساعة دماغنا بتمشي وحنا وقفينها عند الراجل ليه بلاقي رع جاي مسك الماكرونا وحطها على الميزان بتلاقي في حتة من جسم الماكرونا طالع برا الميزان فانا بقى في كده وبستغرب الراجل ده بيوزن غلط الراجل ده ما وزنش الجسم كله ده فيه حتة طلعة برا متهيئة لك تعالي اقولك ايه اللي بيحصل عود الماكرونا قدي كده مثلا فيه جزء في نص بالزبط فيه نقطة في نص عود الماكرونا ده النقطة دي هي اللي بتأثر فيها قوة وزن العود كله وده بيسمى مركز السقل فطالما مركز السقل ده محتع الميزان حتى لو كل العود برا من ناحية التانية فهنا جبت الوزن الصحي اللي موجود عندي وبنان عليه لما اجا اقولك ده مركز السقل الجسم دي الحتة اللي حدد منها وزن الجسم فزي ما انتو قلتولي ان الوزن بيأثر لأسفل الوزن دايما لتحت اه طب قلنا اول ما تلاقي الوزن التحت لو الجسم ده مربوط بخط خلاص بقى انت بقيته قشطر مني في الحتة دي يبقى القوة اللي في الشد بتاعة الخط تعادل قوة الوزن عشان الجسم مفيد الساكن يبقى انا هقوله ايه يعني ايه نقطة التأثير هو خط مستقيل ممتد الى ما لا نهاية بنقطة تأثير القوة والموازية لاتجاهها يعني سيادتك الوزن ده عشرة بصوا 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 هنا عشرة وهنا عشرة وهنا عشرة وهنا عشرة طب لو طلعنا فوق ما هنا عشرة وهنا عشرة وهنا عشرة يبقى انا عرفت اجيب دي قالك مثلا خط عمل الشد في الخيط هو الخيط نفسه اه فلما جايس الخيط واشوف القوة اللي في اوله هتلاقيه هايه القوة اللي قابله القوة اللي قابله القوة اللي قابله طب انا بيقولي بقى خط عمل قوة الوزن هو الخط الرأسي المر بمركز السقل اللي هو نزل تحت مصر هو دايما الشد بيساوي الوزن لأ ما تفهمنيش غلط الشد بيساوي الوزن لو كان الجسم حصل فيه سكون لكن لو أنا لقيت الجسم عمال ينزل مني لتحت يبقى قوة الوزنة أكبر بتأثر بقوة أكبر من قوة الشد لقيت الجسم عمال يترفع لفوق يبقى قوة الشد في الخيط أكبر لكن لو حصل اتزان يبقى في اللحظة دي أولاد قوة الشد في الخيط هي قوة الوزن وكده كده اصلا في درس هنتكلم عنه بالتفصيل هي درس بيتكلم عن الاتزان اتزان اي جسم طب نركز مع بعض في الحتة اللي جاية هي وحدة قياس القوة خلاص بقى عشان نخلص ونخلص نحل مسائل خلاص انا فهمت يا مصر تمام كويس جدا ايه وحدة قياس القوة قالك والله الوحدات اللي بلقيس بها القوة هم نوعين مش وحدتين نوعين من الوحدات او النوع حاجة اسمها وحدات تثاقلية يعني فيها كلمة ثقل وحدات تثاقلية اللي هي عبارة عن وحدتين ثقل كيلو جرام وثقل جرام تمام وعندي وحدات تسمى وحدات مطلقة وحدات مطلقة ودي بتبقى عبارة عن نيوتن ودين طب يا مستر هو انا مطلوب مني السنة دي احاول من سقل كيلو جرام من سقل جرام مطلوب مني السنة دي احاول من نيوتن ناديل لا في الترمي الاول يا دكتور ما فيش تحولات في الترمي التاني في الديناميكا عندنا تحولات لو انت عايز تحفظ التحولات دي احفظها احفظها على سبيل المعرفة مش اكتر لكن عمر ما هيجي في الامتحان يسألك على التحويل من وحدة الوحدة في الاستاتيكا خلي بقى كمي اللي بقوله مش هيسألك في الاستاتيكا عن التحويل من وحدة الوحدة طب انا حسفت بايه بالكلام ده بقى قال لي والله الراجل حيجيب لك سؤال حتلاقي السؤال كله ماشي القوة اللي فيه بالنيوتن يبقى النادج بتاعك حيطلع بالنيوتن حتلاقي كله بالضاين يبقى النادج بتاعك برضو حيطلع بالضاين شبيه المثال كده مش هيجي يقولك في الامتحان حاول خالص طب ركز بقى معي تلوقتي يا مصر احنا عنوان الدرس بتاعنا كله بيتكلم ازاي نجيب محاصرة القوة ازاي نجيب محاصرة القوة هو يعني ايه محاصرة القوة قال لي والله محاصرة قوةين او اكثر ما عندي قوةين كل واحد بيعمل قوة معينة انا عايز اجيب محاصرة قوةين وعندي اربع خمس ستة اشخاص كل واحد فين بيعمل قوة معينة عايز اجيب محاصرة القوة كلها اوعى تفهمني غلط اوعى تفهم ان معنى ان نجيب المحاصرة جبريا ان نجمع جميع القوة غلط مثلا مثلا لو انت اشتغلت يومين يوم كسبت عشر جنيه ويوم كسبت عشرين جنيه لما اجا اقولك محصلة شغلك ايه ما تقولش تلاتين جنيه انا اعصد من كلمة محصلة شغلك يعني ايه اللي انت اطلقت بيه من الشغل بعد ما اشتغلت ليه ما قلناش تاتين يا مستر لانك سبت تاتين جنيه في اليوم ايه بس في المبلغ صرفته فالمحصلة هي الحاجة اللي اتبقت معك بعد مصاريفك يعني انت كسبت تاتين جنيه صرفته عشرة يبقى تبقى معي عشرين من اليومين يبقى محصلة شغل من اليومين عشرين الارض ان ما لما اقولك هات المحصلة جبران ما تروحش تجمع جميع القوة ده مفهوم خاطئ ما تقويش حاجمع القوة الاولى زي ده القوة التانية زي ده القوة التالتة غلط يبقى انا هنا عشان اجيب المحصلة انك تجيب قيمة قيمة واحدة تعادل القوة كلها يعني لما اقول اجيب محصلة قوتين عايز قوة واحدة تعادل القوتين تعادلهم مش تساويهم تعادلهم مش تساويهم خلبك من الكلام قالك تعادلهم ونفس القصة واتجاه قوة واحدة تحدث نفس التأثير التي تحدثه هاتين القوتين يعني معنى كده الاتجاه بتاعي بتاعي الحاجة لوعدة المحصلة ده لنفس اتجاه القوتين التانية طب جميل كده قال لك كلام زي الفن ازاي بيعين المحصلة قالك والله بنعين المحصلة اما بيانيا او جابريا طبعا بيانيا بسيطة جدا مش هنتقل عليها قوي بنعمل حاجة في البياني هي استخدام قاعدة متوازي الاضلاع اللي حضراتكو خدتوها في اعدادي وفي سنة وين هتقول لي مش فاكرها هقولك تهالا فكرك بيها قلنا في الترم الاول ان لو معانا متوازي اضلاع وافترضنا ان القوتين بتوعنا خرجوا من النقطة دي كنت حضرتك بتقول في اول سنوي ان مجموع الضلع ده اللي هو المتجه ده زائد الضلع ده اللي هو المتجه ده يعني كنا بنقول ان المتجه الف به لما جاجمعه على المتجه الف دال ده ده فكان كل ده بيساوي ايه كان كل ده بيساوي المتجه بتاع قطر المتوازي يعني لما كنا بنجمع المتجه بتاع الضلع ده على المتجه بتاع الضلع ده كان بيديني المتجه بتاع القطر وبناءا عليه لو انا فرضت ان الضلع ده هو المتجه قف واحد يعني خط عمل القوة الاولى وفرضت ان ده خط عمل القوة التانية يبقى انا هقول ان المحصلة بتاعتها اللي هو خط عملها هو نفس خط عمل القطر بتاع المتوازي بتاعنا وطبيقا للقاعدة ده فان المحصلة بيانيا انا مش بتكلم جابريا متجه المحصلة بيساوي متجه القاف واحد زائد متجه القاف اثنين وقلنا دي استخدامها قليل جدا عندنا الاهم بقى عندنا خلي بالك وركز الاهم ازاي نجيب محصلة قوتين وده عنوان الدرس الاول ازاي نجيب محصلة قوتين جابريا قال لي بص يا سيدي لو اعتبرنا ان احنا معانا قاف واحد اللي هي القوة الاولى وفرضنا ان ده خط عمل القوة الاولى وقلنا ان معانا قاف اثنين اللي هي القوة التانية وفرضنا ان ده خط عمل القوة التانية قاف اثنين طبعا هنا عجيلك قيب في الامتحات المحصلة بتكون فين بقى يا مستر ودي معلومة مهمة جدا الراجل قال لحضرتك ان خط عمل المحصلة بيكون بين خط عمل القوتين هو مالوش ما كان محدد بالزبط يعني ساعات بتلاقيه مشدود شوية نحية قاف واحد وساعات تلاقيه فوق شوية نحية قاف اثنين وساعات نلاقيه في النص وساعات نلاقيه في تطابق ما بينه وبين قاف واحد او في تطابق بينه وبين قاف اثنين بس الاكيد لا يمكن يحصل ان خط عمل المحصلة يخرج برا الاطار ده يبقى حبيب يركز عشان المالومة دي هتنفعني بعد كده يبقى خط عمل دايما المحصلة يقع بين خط عمل القوتين ما بينهم في اي وقت ما بينهم في اي مكان المهم ما بيخرجش برا خط عمل قاف واحد وقاف اثنين يبقى احنا كده عرفنا قاف واحد هو رمز للقوة الاولى قاف اثنين هي رمز للقوة التانية المحصلة رمزة ايه هو اللي حه يبقى الحه هي المحصلة يبقى انا في اداية دلوقتي تات قوة قاف واحد قوة اولى قاف اثنين قوة تانية المحصلة حه طيب ايه اللي بيحصل بقى معايا لامار tuck الشكل الظريب ده مش مطلوب منك ترسم وانت بتحل بس ممكن استخدم رسمة جبريا برضو عادي مش بيانين باستخدام القاعدة بتاعت متواصل اضلاع لعا جبريا بارسم رسمة ليه هنا قال لي والله بقى اركز معاي في الحتة اللي جاية دي مهمة جدا حضرتك معاك زاويتين اول زاوية هي قياس الزاوية بين القوتين قياس الزاوية بين القوتين ودي بنسميها يبقى ليه زاوية بين القوتين قاف وقاف يبقى الله يكرمكم ركزوا هنا لما يقول لك زاوية بين قوتين حسميها يه ودي بتبقى قاف وقاف يبقى ليه زاوية بين القوتين قاف وقاف ليه عملت عيدها كتير هتعرف دلوقت لقينا بقى يا مستر ان المحصلة بتاعتنا بتميل على القوة الاولى بزاوية اسمها هه واحد عشان قوة اولى وبتميل على القوة التانية بزاوية اسمها هه اتنين يبقى معنا كده يا دا كترة انا معايا على الرسمة زاويتين اليه وهي قياس الزاوية بين القوتين اليه اما اله هي هي قياس زاوية ميل المحصلة على احد القوتين يعني لو قال لك مع القوة الاولى يبقى هي واحد مع القوة التانية هي اتنين ومعلومة لازم تكون عارفها حافظها كويس ان مجموع هي واحد زاوية هي اتنين يساوي اليه يعني لو دلوقتي خمس خمس متغيرات اول متغير هو قف واحد القوة الاولى قف اتنين القوة التانية الحا هي المحصلة اليه قياس الزاوية بين القوتين قف وقف اله هي قياس الزاوية بين المحصلة مع احد القوتين هيه واحد هيه اتنين قوة اولى قوة تانية طب القانون بقى ايه هو القانون اللي بيعين قيمة المحاصلة خلي بالك ما تقولش اللي بيعين وتسكت لا انا عايز قيمتها ايه هو القانون اللي بيجيب قيمة المحاصلة قالك احفظ معايا وافهمه بس على حتة على اجزاء حه تربيع بتساوي قاف واحد تربيع زائد قاف اثنين تربيع يعني ممكن واحنا بنحفظه نقسمه احفظ الحت دي كان لوحدها الاول حه تربيع بيساوي قاف واحد تربيع زائد قاف اثنين تربيع خلاص خلاص زائد اثنين قاف واحد قاف اثنين جتاية يبقى على بعضه كله بيقول حه تربيع بيساوي قاف واحد تربيع زائد قاف اثنين تربيع زائد اثنين قاف واحد قاف اثنين جتاية القانون ده كان معمول مخصوص لايجاد قيمة المحاصلة استعانا اتكلم بقى بصراحة شوية القانون ده يعتوي على اربع متغيرات حق قف واحد قف اتنين ايه وبناء عليه لو انت معاه قانون في اربع متغيرات اول ما جيب لك اي تاتة منهم يبقى انت على استعداد تام تجيب للرابع يعني هنا عندي سؤال مباشر لو انا جيبت لك قف واحد وقف اتنين واليه اكيد حطلب منك المحصلة سهلة بسيطة تسعى لها بقى مرة جاية والنهاردة حنقول ايه طب انا هجيب لك الحق والقف واحد وقف التنين هطلب منك ايجاية ديه السهلة وبسيطة طالما اعرف اعود في قانون المحصلة كل حاجة سهلة وبسيطة يبقى خلي بالكو يا شباب خلي بالكو يا حبابنا لازم لما يجيب لك سيرة المحصلة معلومة او مجهولة يبقى لازم سيادتك تستخدم لي قانون المحصلة يبقى القانون اللي قدامكو دي يا حبيبي بيحدد قيمة المحصلة قيمتها بس ليه بتقول قيمتها بس لان عندي قانون تاني بيعين اتجاه المحصلة في فرق ما بين قيمتها واتجاهها طب قيمتها حتربيع بيساوي قف واحد تربيع زائد قف اتنين تربيع زائد اتنين قف واحد قف اتنين جاتة ايه وبالمناسبة احنا ممكن كنا نشيء التربيع ده بس تحط علامة جز كبيرة خالص على المجدر اللي جوه كله برحتك بس الشكل ده ابسط واحسن اما لما جاولك عايز تعيين اتجاه المحصلة فانت تقول لي ايه مستر هو يعني ايه كلمة اتجاه يعني ايه كلمة اتجاه المحصلة اتجاه المحصلة يعني قياس زاوية ميل المحصلة على احد القوتين قياس زاوية ميلها على احد القوتين هتقول لي ايه ده سوان يا مستر ده اللي انت عملت قوله ده هو تعريف الهه ما الهه هي زاوية ميل المحصلة على احد القوتين برافو عليك شاطر يبقى انا اول مطلب منك اتجاه المحصلة يبقى تجيب لي زاوية ميلها مع احد القوتين وزاوية ميلها مع احد القوتين يبقى انا معايا زاويتين من زاوية واحد زاوية ميلها مع القوة الاولى اللي هي هي واحد زاوية ميلها مع القوة التانية اللي هي هي اتنين تعالوا نشوف مع بعض القوانين بتاعتنا هتقول ايه في ايجاد زاوية ميل المحصلة على القوة الاولى وعلى القوة التانية حضرتك هتستخدم لي زا اللي هي ظل الزاوية يبقى ظاهر واحد وطالما قلنا ظاهر واحد يبقى دي زاوية ملها مع القوة الاولى فالرجل قال لحضرتك ايه طالما انت عايز تجيب زاوية ملها مع القوة الاولى ايو ايو انا قصد ان اقول ايه مع القوة الاولى قاف اثنين على قاف واحد زاية قاف اثنين مع القوة الاولى قاف اثنين على قاف واحد زاية قاف اثنين يعني عكسها نفسها عكسها وبناء انا عالي لما اجا اقول لك عايزها بقى مع القوة التانية قول لي قاف واحد على قاف اتنين زي اتقاف واحد وتروح جاي اعطيت لي فوق جاو تحت جتة طب انا خايفة لغبة في الجاو الجتة دول تروح جاي راجع مركز في الكلمة دي هتلاقي الكلمة دي هي يا زا تقول اه انا مش هغلط مع الزا بتسوي جا على جتة يبقى انا لما اطلب منك عين المحصلة عينها يبقى عايزها مقدارا واتجاها مقدارا خدنا القانون بتاعها اتجاها يبقى تجيب لي اذا ويتميلها اما مع القوة الاولى او مع القوة التانية يبقى عدل وقت اتكلمنا في ايه ان انا عندي قانون بيجيب لي قيمة المحصلة وعندلي قانون بيجيب لي اتجاه المحصلة بستخدم ده امتى وده امتى تعال نشوف مع بعض من خيال المسال والتطبيب على ارض الواقع معلش وجعنا ادماكو النهاردة شوية ببعض التعريفات وبعض الملاحظات وبعض الحكايات بس كان لازم تسمع الكلام ده عشان تقتنع بالكامل اللي حتشوفه وبعد كده ما تخافش ما فيش حاجة في الميكانيكا معناها الكلام ده خالص خلاص هنشيله على جاب هنبدأ نحل بس بدايتها كان لازم تعرف انت هتتعامل مع ايه مع القوة ايه هي وايه قصتها وحكايتها بالزبع يلا بينا نحضر الورقة والقلم والقالة اهم حاجة والورقة اللي على جنب لو عندك اي ملحوظة عشان تكتبها يلا بينا نشوف مع بعض المسائل بتاعتنا بتقول ايه السؤال الاول بيقول لي قوتان مقدارهم تلاتة وخمسة حستأذن حضرتك ان انا كل ما اقول لك السؤال له علاقة بالاستاتيكا قول لي ثوان يا مستر بعد اذنك حكتب بعض المعطيات اتفضل طالما القوتين مقدارهم تلاتة وخمسة يبقى قف واحد بيساوي تلاتة وقف اتنين بيساوي خمسة برافو عليك صح قال لي نيوتن هو دايما هيجيب لك الوحدة اما نيوتن او دين او سوكل كيلو جرام او سوكل جرام هنا قال نيوتن حروع جايي الكاتب على الوحدتين بتوعنا نيوتن وقياس الزاوية بينهم ستين بينهم ستين كلمة بينهم عائدة على القوتين يبقى هو يقص ديه يبقى ليه اللي موجودة معايا بستين بيقول لي فان مقدار المحصلة خلي بالك مقدار المحصلة يبقى هو عايز حاح بس حنعمل عشان نحل السؤال ده طالما عايز المحصلة حكتب القانون بتاع المحصلة حاق تربيع بيساوي قاف واحد تربيع زايد قاف اتنين تربيع زايد اتنين قاف واحد قاف اتنين ادي جاتيه يلا نعوض الحاق تربيع انا معرفهاش القاف واحد ادي ثلاثة تربيع زايد القاف اتنين خمسة تربيع زايد اتنين في تلاتة في خمسة جتا ستين جميل كده حلو تعال بقى نشوف ازاي هنستخدم الآلة بتاعتنا بص يا استاذ اول ما جا اقول لك انا عايز اجيب القيمة اللي قدامنا دي كلها هنعمل ايه بص حبيب انت بتقول تلات تربيع لو انت حافظ ان هي بتسعة وبسيطة عندك اكتب طب مش حافظ وارقام كبيرة افتح قوس اكتب تلاتة افل قوس حط تربيع هنا انا حافظ كم ده بسيط تلات ترباح تسعة زائد خمسة ترباح خمسة وعشرين زائد اتنين في تلاتة في خمسة كوزين اللي هي جات اول ما اضغط كوزين حيفتح لي قوس حروح جاي الكاتب ستين وقافل القوس لازم اقفل القوس وضغط يساوي طلع تسعة واربعين وقتنسوا حبيبنا يا غاليين ان التسعة واربعين اللي موجودة معك دي هي قيمة مربع المحصلة مربع مربع المحصلة يبقى انا المفروض اخد الجزر التربيعي للطرفين ومنها المحصلة بساوي سبعة سمعك اللي بتقول مش انا خدت الجزر التربيعي لمحطش موجب او سالب دي قوة مفيش قوة بالسالب يبقى انا حقوله اذا المحصلة بساوي سبعة حلاء الاجابة الف هي الاجابة الصحيحة فالموضوع زي ما انت شايف بسيط سمحتك نظام شوية حفظ القانون محتاج نظام شوية في التعويض محتاج تركيز شوية في استخدام الآلة السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول قوة مقدار ما تمانية جزر تاتة وتمانية حروح جاه اللي قاف واحد بيساوي تمانية جزر تاتة قاف اتنين بيساوي تمانية مستطب انت كتب لي هنا بفرض ان معنى كلمتك بفرض ان ان ممكن اقلبهم هما يتنين طالما قال قوة تان وفتحهم لك يبقى انت تفرض زي ما انت عايز اما لو قال لك قوة مقدار ها تمانية قوة مقدار ها تمانية وقوة اخرى مقدار ها ثلاثة يبقى انك انه بيشور لك انه دي غالب ان تكون قاف اتنين وفي بعض الحياة حتى لو قلبت حياة نعاف سنتك اما لو قال لك يبقى مقدار القوة الاولى باثنين ومقدار القوة التانية بسبعة لدينا مسميهم لك بالاسم فهنا هقول مقدار هما كذا وكذا هنفرض ان قاف واحد بيشور ثمانية جز ثلاثة هنفرض ان قاف اتنين بيشور ثمانية تؤثر ان في نقطة مادية طبيعي ان القواتين بتوقنا يكونوا خارجين من نفس النقطة وتحسران بينهم زاوية مية وخمسين اه دي ليه بينهم يبقى دي ليه طلباتك اللي عين المحصلة الكلمة دي رخمة انا فاكرك فاكرك عين المحصلة دي معناها ايه حبيبي ان هو عايز المحصلة على متاستفهام وكمان عايز زاوية من المحصلة على متاستفهام طالما لك عين يبقى عايزها مقدارا واتجاها المقدار هو الحه الاتجاه هيا لها وممكن نجيب هيا واحد طب يلا بنا نشوف مع بعض هنحل سؤال ازاي واقعوا تنسوا يا ولاد اننا بكتب القانون طبعا لو السؤال عندك خيارات في الامتحان فمش لازم اكتب القانون انا كده كده بحلي في ورقة خارجية في حاجة يبقى انا هقول قاف واحد تربية زئد ادي قاف اتنين تربية زئد اتنين قاف واحد قاف اتنين جتا لما نجي نعوض يا ولاد ادي تمانية جزر ثلاثة لكل تربية زئد تمانية تربية زئد اتنين في تمانية جزر ثلاثة في تمانية جتا 150 الكلام ده بقى هنجيبه ازاي باستخدام الالة اللي تعال بينا وهقولك نجيبه ازاي مع بعض لما نيجي نحل الكلام ده هعمل كده هكي سمعي هفتح قوس هكتب تمانية جزر ثلاثة هستأذنكم بعد ما تعملوا الجزر في كل مرة بعد ما تعمل الجزر في كل مرة تروح جاي طلع على ما يمين برا اصلي انت لو رجعت مكانك هتلاقي بص اللي عمالي يظهر ويختفي ده تحت الجزر فانا اول ما اعمل كده خرج برا افلت القوس عملت تربيع زائد حط زائد تمانية تربيع انا ممكن احط اربعة وستين على طول بس اربعة وستين ستة اربعة شان ما حدش يساعملها اربعة وستة زائد احط زائد اتنين اكتب اتنين فيه احط فيه تمانية جزر تلاتة وطالما عملت جزر اطلعي برا فيه تمانية حلو كوزاين مية وخمسين اروع جاي افل القوس وضغط يساوي طلع باربعة وستين معنى كده ان مربع المحاصلة بتاعي بيساوي باربعة وستين ايزا المحاصلة بتاعتي حيساوي تمانية هو هنا كان جايب لك الوحدة بالنيوتن تروع جايز سيادتك كاتبله ايزا المحاصلة برضو بالنيوتن لحظة بقى مستر عشان كده السؤال بتاعنا مخلص ليه هقولك ليه حضرتك بتقول لي عايز زاوية ملها كمان مع القوة الاولى فالقانون بتاعنا بيقول قاف اتنين على قاف واحد زاية قاف اتنين فوق هنحط جاي تحت هنحط جتاية يلا انا عوض القاف اتنين بتمانية جا مية وخمسي القاف واحد بتمانية جزي تلاتة زاية تمانية جتا مية وخمسي هنعملها ازاي دي بالقالة يلا بينا مع بعض اول حاجة هروح اعمل شفت تان شفت تان اهو شفت تان خلي بالك من اللي اعمل تلوقتي قدامك اهو شفت تان اه لانهو الراجل بيقول لي عايز زاوية هاه والهاه مستخبية ورا الزا يبقى عامل شفت تان هو هيفتح الكورس روح انت عامل شرط تكسر ونقل الكلام ده كله هنك هعمل تمانية هتغط صين مية وخمسين حقف الكورس بتاع الصين مية وخمسين وينزل تحت تمانية جز تلاتة على مين زاية تمانية كوزين راجع هعمل كده مية وخمسين اكتز ما قفل اللقطة الجادي بقى هاقف الكورس بتاع المية وخمسين واطلع برا خالص اقف الكورس بتاع الشفت تان واضغط تساوي تلعلي على الشاش الالة تلاتين يبقى انا هقوله اذا الزاوية اللي موجودة معانا اللي هي هي بيساوي التلاتين درجة يبقى كده ولاد اتعلمنا ازاي نجيب قيمة المحصلة واتجاه المحصلة موضوع سهل زي ما انت شايف والميكانيكا ما تلاقاش صعبة زي ما كنا بنسمع بس هو الموضوع محتاج تركيش شديد شوية يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده عندي بيقول القوة تم مقدار 30 و16 فخلاص بقى كده فردت ان القوة الاولى 30 والقوة التانية 16 تؤثر في نقطة مادية اوجد قياس الزاوية بينه مع المنبقى المحصلة 26 غريبة بقى ده هو هنا جبل المحصلة 26 وبيقول اوجد قياس الزاوية بينه يعني السؤال ده ياولاد عايز قيمة يبا هو جايب لي قاف واحد وجايب لي قاف اتنين وجايب لي قيمة المحصلة وعايز لي لسه اقل لكم شوية حبيبي الغالين اذا كانت الحا معلومة او مجهولة فروح يلا اكتب القانون بتاع المحصلة فانا هروح اقوله بما ان حا تربية بيساوي قاف واحد تربية زايد قاف اتنين تربية زايد اتنين قاف واحد قاف اتنين جات ايه يلا نشيل كل حاجة ونحط كابتها المحصلة بستة وعشرين الكل تربية القاف واحد بتلاتين الكل تربية القاف اتنين ستاشر الكل تربية زايد اتنين في تلاتين في ستاشر وخلي بالك بقى من الحت اللي جايدي جات ايه الله انت معنى كلامك بقى ان المجهول بتاعك ما بقاش برا ده بقى جوه واول ما المجهول بتاعنا يبقى جوه حاجة واحدة هخلي بالي منها ان كده ما ينفعش اعمل عملية الحسابية مرة واحدة كلها باستخدام الان امال هعمل ايه هعمل دي الوحدة ممكن اعمل دول مع بعض عشر رقم زيد رقم اما دول مش ارقام دول كده معامل الجتا فما ينفعش ادخل دول مع بعض يبقى تاني ركز اول من مجهول بتاعك ينط جو قانون ما ينفعش تعمل كله على بعض قسمها جزء جزء طب يلا بينا كده ونشوف السؤال بتاعنا ممكن يتحل ازاي هنا اول ما اقوله ستة وعشرين تربيع هروح جاي عامل ستة وعشرين في ستة وعشرين او ستة وعشرين تربيع حيطلع ستة سبعة ستة ايوه انا قاصد اني بقول كده ستة سبعة ستة عشان ما اغلطش هروح اربع التاتين حيطلع بتسعمية تمام هروح اربع الستاشر ممكن افتع قوس ودي ستاشر اقفل القوس تربيع هعمل يساوي هيطلع متين ستة وخمسين هدي زائد ميتين ستة وخمسين زائد حضرب دول في بعد اللي هما اثنين في تلاتين في ستاشر بيساوي تسعمية وستين كل ده مضروف في الجاتة ايه خب انا كده خلاص تمام مستر زبطت كوه ده مع بعضه الحلوين دول ارقام يطلقوا لي برا بعكس الاشعار يعني انا معايا برا ادي ستة سبعة ستة نقص تسعمية نقص متين ستة وخمسين كوه ده بيساوي تسعمية وستين جات ايا حرع جاية عامل كده واقول له هنا خلي بالك من اللي هيطلق اهو ادي ستة سبعة ستة نقص تسعمية نقص اتنين خمسة ستة يساوي طلع سالب ربعمية وتمانين ادي سالب ربعمية وتمانين كوه ده بيساوي تسعمية وستين جات ايا حنقسم على تسعمية وستين للطرفين دول حيروحوا مع بعض حيتبقى معايا جات ايا دول على الالة حيتلعوا السالب نص يبقى معنى كده ان انا الجتا جيب تمام الزاوية جيب تمام الزاوية بينهم سايب نص اصلي مرة السالة اللي فات جاب سؤال وقال ليه ما قال ليش وجد الزاوية قال ليه وجد جيب تمام الزاوية بينهم كنت حسب قال له سايب نص اما لو قال لك عايز الزاوية هتروح جاي سيادتك فاتح الالة بتاعتك وعمل لي شافت كوزين لشان هي جتا واعمل شرط تكسر فوق هحط سالب واحد انجل تحت وحط اتنين اطلع برا وقف الكوس واعمل يساوي حيطلع 120 يبقى اذا قياس زاوية يه اللي هو بيسألني عليها بيساوي 120 شفتوا بقى ولاد الفرق ما بين المجهول لما يكون حا ولما يكون حاجة من اللي جوة لو المجهول هو حا بنعمل اللي جوة مرة واحدة على الالة اما لو المجهول حاجة من اللي جوة بتصرف مع السؤال سنة سنة واحدة واحدة ما تستعجلش وكله هيجي معاك بالوقت السؤال اللي بعض قوتان مقدارهما اتنين وقاف فطبعا هتروع جايز سيادتك ايلي في الهامش بتاعي هنفرض ان قاف واحد بيساوي اتنين نفرض ان قاف اتنين بيساوي قاف نيوتن خلاص يبقى لو واحد بتاعتي بالنيوتن وقياس الزاوية بينهما 120 معنى كده ان اللي يه بيساوي 120 درجة ومقدار محاصراته ما قاف معنى كده ان الحا بيساوي قاف اقفل معطيقتك عايزي قال لي عايز قاف عايز قاف اه عينك لمحت كذا مجهول ما تقلقش ما تخافش ما تخافش من اي حاجة هنعمل ايه نستار اول حاجة هروح اكتب قانون المحاصلة برافو عليك حا تربيع بيساوي قاف واحد تربيع زاقت قاف اتنين تربيع زاقت اتنين قاف واحد قاف اتنين جات ايه يلا نشيل كل حاجة ونحط قابعتها الحا بقاف يبقى الحا تربيع بقاف تربيع القاف واحد باتنين يبقى مربحة اربعة القاف اتنين بقاف يبقى مربحة قاف تربيع هنزل اتنين في القاف واحد باتنين في القاف اتنين بقاف جتاه مية وعشرين في مشكلة كده تمام تعال اقول لك حاجة بينه وبينك عشان تنش شطرة وتستحقها اول ما تلاقيه طرفي المعادلة فيهم حاجتين دوءا في اليمين والشمال طيارهم مع بعض يعني هنا يا مستر اصدق اقول حشيل القف تربيع مع قف تربيع ده استنادا لايه ان انت لو خرقت دي برا بعكس الاشارة هتقول قف تربيع ناقص قف تربيع صفر خلاص طب انا اخدها من اصرها ونقول ايه ان صفر بيساوي اده اربعة زائد اتنين في اتنين باربعة وحط قف جتا مية عشرين خليك على مهل اخاص واحد واحد هنسيب الصفر زي ما هو ومناش ضعب الاربعة واروح اضرب الاربعة في جتا مية عشرين دايما لما تلاقي رقم مضروف في جتا او جا مضروفين في بعض وروح اضربهم عادي في الوقت اتنين في خمسة في جتا مية وعشرين اضربهم فاول ما اعمل على الآل اربعة كوزين مية عشرين وقف القوس حايدين سليب اتنين يبقى دول كده حاصل ضربهم سليب اتنين او عتنسى ان القاف وقفة معك ياربين انخرج دي بره بعكس الاشارة فحيطلع بره بسليب اربعة كوي ده بيساوي سليب اتنين قاف فحنيسم على سليب اتنين للطرفين دول حيروحوا مع بعض ومنها قاف حتساوي اتنين اذا قيمة القاف اللي هو مصدعني بيها دي تلعب بتساوي اتنين بسيطة خالص طب سؤالة مستر فضل يا حبيب قالت هل بعد ما جيب قيمة القاف ممكن يزود السؤال والله لو سؤال اختيارات اخره كده لكن لو السؤال ممكن يجيلك مقالي تعال اقولك ممكن يعمل ايه انت بعد ما جيبت قيمة القاف ممكن تشيل دي وتحط مكانها اتنين تشيل تحط مكانها اتنين عارف انت هنا ممكن تحسب ايه انت هنا ممكن تحسب اتجاه المحاصلة اللي هو قياه الزاوية يتميلها على احد القوتين ما انت معك قاف واحد ومعك قاف اتنين ومعك الزاوية ما بينهم يبقى ببساطة جديدة انت ملكت المادة عرفت انت اللي تسيطر عليها مش هي اللي سيطرت عليك يلا بينا نشوف مع بعض السؤال اللي بعد السؤال اللي بعد بيقول ليه اثرت قوتان في نقطة مادية تمام فاذا كان مقدار القوة الاولى خمستاشر او هنا بقى زي ما سميها قاف واحد مش نفرض القوة الاولى خمستاشر وتؤثر في اتجاه الشرق اول ما يجيب لك سيد شرق غرب شمال جنوب ارسم شبكة البانك اتجاهات اصلية او فرعية ارسم شبكة تربية هروح ارسم الشبكة تربية هو قالك ان القوة الاولى مقدارها خمستاشر تؤثر في اتجاه الشرق تروح انت في اتجاه الشرق عامل خط عمل القف واحد وتقول هي بخمستاشر رجع وقال والقوة التانية مقدارها تمنتاشر اعدى فين يا القوة التانية اعدى فين قال لي وتؤثر في اتجاه تاتين درجة غرب الشمال ساني بقى عشان انا مش عارفها دي والمعلومة دي هتنفعني في الدروس اللي جاية بس تعال اقولها بالوقت طب انت قلت الاولى في اتجاه الشرق يعني قاعدة على الجزء الموجب لمحور السنات قعودي التانية بتصنع زاوية تاتين في اتجاه غرب الشمال تعال اقول لك لو معك زاوية وجايب لك اتجاه بالمصد اعمل فيها اول حاجة هتروح ما بين الغرب والشمال تروح جاي خبط لأي خط ده الغرب وده الشمال تروح جاي عامل اي خط تمام وتروح جايس يا التقريح لعندي الزاوية وحتطع جنب الكلمة التانية اللي هي دايما بتكون معرفة بالف ولام يعني لو قالك تاتين ها ركز مع تاتين غرب كبر دماغة الشمال يبقى انت يا تلاتين روح عدي جنب الشمال اهو عارف لو كان قال تلاتين تمام ماشي شمال فكت الغرب يا تلاتين روحوا ايدي لجنب الغرب يبقى تخلي بالكم الحتة دي عايف لو قال ستين ماشي شمال فكت الشرق يبقى الستين هتروح تقعد جنب الشرق فهمتوا الكلام كده فتركزوا بحيط دي مهمة جدا طب عارف لو عاملك دي كده وقالك ان ايه ستين الشمال الشرق زي ما قلناها هتروح ما بين الشمال والشرق وتعمل اي خط وتروح تمسك الزاوية وتنام على القوة التانية على اتجاه التعلي اللي هو في كلمة شرق يبقى انا الستين مش هعطها فوق هعطها تحت عشان هو قال الكلمة التانية شرق طب يلا بنا نكمل بقى كده اطلعت بايه من السؤال بتاعك ان معايا قف واحد ومعايا قف اتنين ومعايا الزاوية ما بينهم اللي هي اللي هي بتسوي 120 درجة اللي هي 30 زي 90 يبقى انا كده معايا قف واحد ومعايا قف اتنين ومعايا طلباتك اللي وجد مقدار واتجاه المحصلة ايه جمال ده ده سؤال سهل خالص ده لبمجرب معوض هحل سؤال تعويد مباشر ليه هقول له هه تربيع ما عرفهاش قف واحد تربيع 15 تربيع قف اتنين تربيع 18 تربيع زي اتنين في 15 في 18 جتاه 120 ونقول تاني عشان خاطر الناس اللي حاسة ان هي خايفة هتروح سيادتك على قلتك وتروح جاي فتح قوس عامل 15 افل كوس تربيع زائد افتح قوس 18 افل كوس تربيع زائد وطول ما انت بتكتب على شاشة الالة عينك على الشاشة ممكن رقم ما يكتبش ولا حاجة يبواصلك الناتج زائد اتنين في 15 في 18 كوزين 120 افلوكوس ادخل يساوي طلع 279 يبقى روح جاي عامل كده اهو ادي حا تربيع بيساوي 279 طبعا هناخد الجزر هروح جاي عامل 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 الجزر ادي اتنين ايو بص انا بقراها ازاي 279 اطلع برا الجزر واضغط وساوي تلع 3 جزر واحد وتهتين ازن حا ساوي 3 جزر واحد وتهتين هو الف ايه نيوتن يبقى ده كمان بالنيوت ما انا ما استعجلتش انا مش خايف انا مش الان اعرف حلم طب يلا بينا هو عايز ايه واتجاه يبقى انا هكتب قانون الاتجاه اللي هو ظاهر واحد وهكتب قاف اتنين واكمل القصة بتاقتنا يبقى حضرتك استخدام الالة مهم ومفيد بس محتاج مني تركيز طب يلا بينا نقول الاتجاه هنساوي ادي زاهر واحد طالما قال لك اتجاهها يعني عايز زاويت ملها مع القوة الاولى اللي هي قاف اتنين اللي هو 18 جاية اللي هي جاية 120 قاف واحد 15 زاية قاف اتنين 18 جاية اللي هي جاية 120 انا جاية فتح قلتي انا عايز مين عايز يبقى اضغط تان واعمل شرط تكسر حكتب فوق 18 سين 120 وقف القوس وانزل تحت 15 زاية 18 كوزين 120 هاقف القوس اطلع برا اقف القوس كبير واعمل يساوي طلع معاكم غريب كده مستر عادي 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 بس اضغط كومة عشان يطلع معك درجات ودقاي وسواني هنا الدرجات 68 درجة والدقاي 56 هنا بقى السواني ايه 53 79 79 من مية دي يعني معدية نص المية يعني زود لوحد عند هنا حيب 54 يبقى 68 درجة 56 دي 54 سانية يبقى انا كده حتى لما غير صيغة السؤال عرفت اتعامل عشان افهمت وزي ما قلت وحفظ اقول اه اللي بقيت متحكم في المادة مش هي المتحكمة فيه يلا السؤال اللي بعد بيقول قوتان متلاقيتان في نقطة الفرق بين مقدارهما 15 عد مهمة جدا تيجي في الامتعان كديد او يجي يقول لك الفرق بينهم 15 الفرق بينهم 15 يبقى قف واحد نقص قف اتنين 15 فرق بينهم 4 قف واحد نقص قف اتنين ب4 الفرق بينهم 8 قف واحد نقص قف اتنين ب8 اما لما يجي يقول مجموح هم اتنين يبقى قف واحد زاية قف اتنين ب2 مجموحهم مجموحهم عشرة قف واحد زاية قف اتنين ب10 هتفرق طبعا تفرق تعال اقول لك اول ما الراجل يقول لك في الامتحان ان هما الفرق ما بينهم 15 فانا هكسب من المعلومة دي المعادلة الحلوة دي ورا جاي في نفس ورا جاي مطلع دي برا بعكس الاشارة عشان عوض لان انا مش هقابل في المعادلة قف واحد نقص قف اتنين دي فعشان عوز اعوض هسبت قف واحد جوا وقول 15 زاية قف اتنين يبقى دلوقتي حيتم عن تعويض عن كل قف واحد ب15 زاية قف اتنين كده بقى معايا قيمة اه مش جاهزة اه مش سليمة بس ماشي هتماشي الدنيا يبقى انا كمان شوية كل ما اشوف قف واحد احط 15 زاية قف اتنين يلا بينا بقى نخش نشوف هانا اتعامل زاية مع السؤال اوعى تنسى يا دكتور اوعى تنسى يا باش مهندسة انعنكو شايف الحاح يبقى محصلة حا تربيع بيساوي قف واحد تربيع زايد قف اتنين تربيع زايد اتنين قف واحد قف اتنين جتايا يلا نشيل كل حاجة ونحط قمتها الحاح بخمسة وثانين الكل تربيع بيساوي القف واحد انت لسه اللي عاشلة وحط 15 زايد قف اتنين الكل تربيع القف اتنين بنسبها زي ما هي اتنين في القف واحد بخمستاشر زايد قف اتنين القف اتنين المفوضة حطها هنا قال لي بس مش هيفرق لو جبناها جنب الاتنين جتا احط جتا اليه بكم قال لي بمية وعشرين لحظة بقى كت عشان نعرف نلم الموضوع ده كله هعمل ايه هنا واستاذ اول حاجة هروح اربع الخمسة وثانين بص انا عمشي معك وعدة واحدة عشان ما نغلطش هروح جاي عامل كده ادي خمسة وثائتين في خمسة وثائتين يساوي طلع الف متين خمسة وعشرين ادي الف متين خمسة وعشرين بيساوي هنا ده قوس مربع وانتون الشطرة وعارفين ان القوس اللي عليه تربيع بربع الاول يعني هربع الخمستاشر متين خمسة وعشرين زايد حربع التاني يعني كاف اتنين تربيع زايد الاول في التاني في اتنين يبقى تأتيين كاف اتنين ما لما اضرب خمستاشر في كاف بخمستاشر كاف في اتنين بتأتيين كاف كده فكنا القوس القاف اتنين تربيع سيبها زي ما المفروض ان نوزع دول مرة في الاول ومرة في التاني فحد سمعني وقال لي ايه مش انت لسه يقول لي من شوية يا مستر لما لاي اتنين مضروبة بجاتة مية وعشرين بالمرة بقى برابو عليك والله يلا بينا هترع جاد ريب لي اتنين على الا في كوزين مية وعشرين هيطلع سالب واحد يبقى معنى كده ان المقدار ده معامله هيبقى سالب واحد سالب واحد وفضل اللي بقى القاف اتنين وزعها خمستاشر في كاف اتنين بخمستاشر كاف اتنين كاف اتنين في كاف اتنين بكاف اتنين تربيع نقول كمان نقول كمان الخمسة وثلاثين مربح 1225 الكوز ده هي تربيع فربعت الاول وربعت التاني وضربت الاول في التاني في الاتنين هنا قبل ما وزع دول ضربت الرقم ده في القيمة دي طلع بسالب واحد يبقى المقدار ده معامله حيبقى سالب واحد حوزع قف 2 في 15 ب15 قف 2 قف 2 في قف 2 بقف 2 تربية يلا على مهلك وكده بالراحة خالص الـ 1225 ملكوش دعوة بيها والـ 125 مناش دعوة بيها لحظة كده خير خير شايف ايه بعنيك بص يا مستر انا هنا عندي مشكلة ومصيبة كبيرة انت عملتها ليه انت مش ايال ان المقدار ده حيبقى معامله سالب طب انت دلوقت ضرب سالب قف 2 في 15 بقى سالب 15 قف 2 المفروض تضرب سالب قف 2 في قف 2 تبقى دي سالبها اه جل من لايسه ما هو انا لازم مركز ما اقولنا لازم تكون قاعد مركز في كل كلمة هتقال اشارة اشارة انا كان ممكن اكمل حل ما خدش باله من الاشارة السؤال حيبوز مش هيكمل وحظه بيحش لو كمل فانا معرفتش ان غلطت فعشان كده اولاد عشان كده حبابنا لما تيجي سيادتك تبص وتركز خلي بالك من كل كلمة هتقولها طيب اللي انت ملاحظه ان القيمة دي ممكن تمشي مع القيمة دي اتحاذفو وحب موجب وحب سليب عكس بعض طب كمل هنا حينزللي كاف اتنين تربيع طب كمل مستر لاحظت ان دي كده ودي كده اخوات فحقول تلاتين كاف اتنين ناقص خمستاشر كاف اتنين بخمستاشر كاف اتنين يلا اللي انت دي كلها بقى حنسيب كاف اتنين تربيع لوحده زاد خمستاشر كاف اتنين المفروض ان المتين خمسة وعشرين حيخش لها سالب الف متين خمسة وعشرين فحيديني سالب الف كوية ده بيسا ازهر ايه ده مستر ده بقى عندي مقدار سلاسي برافو عليك حروع جاي طالع اجري بسرعة محلل بالطريقة اللي حتعلمناه قبل كده ادي مود وادي خمسة تلاتة ظهر لشكل المقدار السلاسي هنا معامل القاف واحد يساوي العلامة اتنقلت خمستاشر يساوي العلامة اتنقلت سالب الف يساوي مرتين حيطلع خمسة وعشرين يبقى اول قيم من قيم القاف خمسة وعشرين احفظ هعمل يساوي كمان هيطلع سالب اربعين شكرا يبقى القاف اما بخمسة وعشرين او القاف بسالب اربعين قاسف عندي اعتراض قاسف بربع عليك صح ما ينفعش القوة تطلع بالسالب معنى كده ان قيم تلقاف هنا يا حبيب قلبي يا غاليين تلعب بخمسة وعشرين بس استنى استنى حبيب تعالى هو هنا بيقول لك اوجد مقدار القوتين يعني انت روح تجيبت قاف اتنين قاف اتنين بخمسة وعشرين تروح جاي طلع تجري هنا واقيل له اذا قاف واحد بيساوي خمسة وعشرين زائد الخمسة وعشرين يعني اربعين يعني هقول له اذا نقاف واحد بيساوي اربعين يبقى انا كده عرفت اجيب مقدار القوتين بيت قال ان السؤال فكرته عالية بس ما فيوش حاجة ما فيوش اي مشكلة هو بس عبارة عن شوية خطوات محتاجة تركيز وهدوء من حضرتك وتصحصح شوية وانت بتحل يبقى هنا الفكرة الرئيسية للسؤال كلمة ان هو قال لك الفرق بينها وما كذا يبقى انا عملت معادلة ودخلت عوض ومن التعويض عملت شوية فكة اقواس من اعدادي وعرفت اوصل للقوة بتاعتنا وهو عتنسى ان دايما القوة لو سالبة ما ينفعش تشتغل بيها واكتب عليها مرفوضة السؤال اللي بعد بيقولي قوة تم مقداريما تلاتة واربع يبقى انا هقوله ادي قاف واحد بيساوي تلاتة وادي قاف اتنين بيساوي اربعة قال لي ان يؤتني بقى دي الوحدة اللي هشتغل بيها وطالما قال لك قوتان مقداريما بافرض انهم مقاف واحد وقاف اتنين قال لي ومقدار محاصلاتهما خمسة يبقى المحاصلة بيساوي خمسة عايز قياس الزاوية بينهما حكت يبيل قانون بتاع المحاصلة ادي حاها تربيع بيساوي قاف واحد تربيع زائد قاف اتنين تربيع زائد اتنين قاف واحد قاف اتنين جتايح المحاصلة بخمسة فمربحة خمسة وعشرين قاف واحد بتلاتة فمربحة بتسعة قاف اتنين باربعة مربحة بستاشر اتنين في تلاتة في اربعة جتايح طبعا حبيبي قلت هعمل دل واحدهم دل واحدهم دل واحدهم ما ابدأ ايا كده يا دكتور دول مجموحهم 25 ولسه ايلي من شوية لو معك معادلة فيها طرفين ظهر لك اتنين توقم في الطرفين احزفهم مع بعض يعني بره عيبقى صفر وانا عيبقى اتنين في تلاتة بستة ستة فاربعة باربعة وعشرين جتاية حنقسم على الاربعة وعشرين للطرفين دول حيروحوا مع بعض ومنها جتاية سوي الصف على ربعة وعشرين اللي هو صفر هتقول لي ايه ده بقى ايه ده بقى ان شاء الله الجتا بيسوي صفر هروح جايلك روح يمسك قلتك يلا وتروح جاي عامل كده وعمل لي شفت وادي كوزين وتروح جاي كاتب صفر ادي الصفر هتعمل لي شفت هتعمل لي كوزين وتروح كاتب صفر وقافل الكوز وعمل يساوي تلع تسعين اه دي ليه حل اه يبقى معنى كده ان الزاوية بتاعت تلعي بتسعين يبقى كده الحل ده هو الحل الصحيح السؤال اللي بعده قوة تم يقدره ما تلاتة وخمسة يبقى قوله هنفرد ان قاف واحد بيساوي تلاتة نفرد ان قاف اتنين بيساوي خمسة كياس الزاوية بينهو ما تسعين بينهو ما تسعين يبقى ليه بتسعين فانه خلي بالك وركز فانه ظل زاوية ميل المحصلة على القوة الاولى نقاط ظل الزاوية ظل الزاوية يبقى المطلوب هنا الزاهه واحد مش المطلوب هه واحد المطلوب الزاهه واحد مش هه واحد وبناء عليه سيادتك عتروح تكتب لي القانون بتاع ظاهه واحد اللي هو قاف اتنين جايه على قاف واحد زايت قاف اتنين جات ايه يلا نعوض القاف اتنين بي خمسة جات تسعين القاف واحد بي تلاتة زايت خمسة جات تسعين حبيب قلبي هو عايز زاية واحد حبيب قلبي ما تضغطش شفت تاني ما تضغطش شفت تاني هتعمل العامل الحسابية بدون ما اضغط شفت تاني يعني هعمل شرط تكسر قادي خمسة واروح جايه ضغط ساين تسعين وقافل الكوس انزل تحت تلاتة زايت خمسة كوزين تسعين اروح جايه قافل الكوس واطلع برا واضغط يساوي تلع خمسة على تلاتة متشكرين منك يبقى الكومة دي بتساوي خمسة على تلاتة روح تبص في الاختراض لقيت تلاتة الى خمسة حبيب قلبي دي معناها تلاتة على خمسة مش انت لقيت خمسة الى تلاتة هي دي معنى الخمسة الى تلاتة معناها خمسة على تلاتة السؤال اللي بعد بيقول القوات المكدرين ما ستة وتلاتة يبقى انا حقوله ادي قاف واحد بيساوي ست ادي قاف تلين بيساوي تات نيوتر ماش والزاوية بينهما مية وعشرين يبقى ليه مية وعشرين فان قياس زاوية ميل المحصلة على القوة الاولى بص الفرق بين السؤال ده والسؤال اللي فات فان قياس الزاوية هنا عايز هي واحد عشان هو قالك مع القوة الاولى فهنا ببساطة جديدة هتروح تكتب لي برضو القانون بتاع زايا واحد اللي هو قاف اتنين جايه على قاف واحد زاد قاف اتنين جتايه ولما عوض القاف اتنين بيه تلاتة ودي جاه مية وعشرين القاف واحد بستة زاد القاف اتنين بيه تلاتة ودي جاه مية وعشرين هنا بقى حبيبنا شطار لما نيجي نحلها لازم اعمل شفت تانا شان هو اللي عايز قياس الزاوية هعمل شرط تكسر ادي تلاتة صين مية وعشرين واقفل القوص انزل تحت ستة زائد تلاتة كوزين مية وعشرين اقفل القوص واطلع برا اقفل القوص كبير واعمل يساوي تلع بتلاتين درجة يبقى ليه واحد تلع بيساوي تلاتين درجة يبقى اللي اختيار به هو الاختيار الصحيح السوء اللي بعده بيقولي قوتان مقداريه ما قاف وجزر اتنين قاف معنى كلامنا ان قاف واحد بيساوي قاف وان قاف اتنين بيساوي جزر اتنين قاف نيوتل تحصرون بينهما زاوية مية خمسة وتأتين يعني اللي ايه بيساوي مية خمسة وتأتين فانه فاذا كان مقدار المحصلة اللي احا بتساوي خمسة فانه قاف بتساوي كام يبقى هنا ايه ده كاترة جايب لي قاف واحد وقاف اتنين بس فيهم مجهول اسمه قاف وجايب ليه وجايب لي حا جايب لك حا طب خلص من انت قلت الكلام اللي انت عايز تحل بيه اول ما تلاقي جايب لك حا روح اكتبي القانون بتاع المحصلة حا تربيع بيساوي قاف واحد تربيع زايد قاف اتنين تربيع زايد اتنين قاف واحد قاف اتنين جات ايه يلا بينا نعود المحصلة بخمسة فمربحها خمسة وعشرين القاف واحد بقاف فمربحها قاف تربيع اسحب بقى من حيط اللي جايب لي معي القاف اتنين بجزر اتنين قاف فانا عايز اربع جزر اتنين وربع قاف فالجزر اتنين مربحها اتنين وعايز اربع القاف فحقول قاف تربيع زايد اتنين فيه القاف واحد بقاف فيه القاف اتنين بجزر اتنين قاف جتاه مية خمسة وثائتين يلا بقى ركز معي في حيط اللي جايب الخمسة وعشرين تنزل الحلوين دول اخوات فممكن اجمعهم اقول تلاتة قاف تربيع لسه قيل من شوية ضرب اتنين فيه جزر اتنين فيه جتاه مية خمسة وثائتين عشان نخلص تمام يا مستر هجاء اعمل كده هو حضرب اتنين فيه جزر اتنين فيه كوزاين مية خمسة وثائتين يوسيقى طلع سالب اتنين تروح جاي الشاي اللي انا عامل عليهم على لعبة من الاحمر وحط مكانهم سالب اتنين والقاف دي في القاف دي بقاف تربيع يلا يبقى نختم السؤال بقى خلاص دول كده لما جت راحهم تلاتة قاف تربيع ناقص اتنين قاف تربيع يبقى قاف تربيع واحدة بيساوي خمسة وعشرين اول ما اخد الجز حيطلع قيمة القاف بتساوي خمسة يبقى اذا القوة اللي الراجل بيدور عليها وعايزها بتساوي خمسة هي دي افكار السنوية العامة اللي بيلعب بيها اللي هو مش بيخوفك من حاجة في السؤال غير ان هو بيجيب لك المجول متقرر اكتر من مرة بس هعرف اتعامل وهعرف اوصل الناتج بتاعي طالما انا فاهم مقتنع بالاجابة وفاهم كل كلمة وكل حرفة شرحة السؤال اللي بعده قوتان مجدريمة اتناشر وخمستاشر يبقى انا هقوله هنا قاف واحد بيساوي اتناشر وقاف اتنين بيساوي خمستاشر اصحل الحتة اللي جاية دي الراجل بيقولك وكان جيب تمام الزاوية بينهما سالب اربعة على خمسة ايه الحلوة دي؟ ده جايب لي جيب التمام ده جايب لي جيب التمام اللي هي جتا يعني هو جايب لي جتا يهم اللي هي اصلا انا بدور عليها عشان اشتغل بيها هو قالك جيب تمام يعني جتا الزاوية بينهما يعني ايه؟ يعني هو جايب لك جتا يهم بسالب اربعة على خمسة طلباتك بيقول لي عايز قيمة المحصلة اللي موجودة معايا طب انا اعمل ايه عشان اجيب قيمة المحصلة حكتب قانون المحصلة حق تربيع اللي انا معرفهاش قاف واحد تربيع اتناشر تربيع قاف اتنين تربيع خمستاشر تربيع اتنين فيه اتناشر فيه خمستاشر فيه سالب اربعة على خمسة اه اه شفت الغلطة اللي كنت هغلط فيها كنت هكتب فيه كوزاين او جتا غلط انت بتكتب جتا لما يكون اعطيك قيمة الزاوية بكزا جيب الجتا بتاعت اما هو انا جيب لك قيمة الجتا يبقى انا ما علي غير نعمل الكامده كل مرة واحدة على الآلة يعني اعمله وقل ويا مستر تعالا نشوف معه بعد كده الحل بتاعنا هيبقى عامل ازاي هعمل كده هنا الراجل بيقول اتناشر تربيع افتع قوس اه اتناشر اه في الكوس تربيع زائد خمستاشر تربيع افتع قوس خمستاشر اه في الكوس تربيع زائد اتنين اتنين في اتناشر اتنين في اتناشر في خمستاشر في هرجع عامل شرط تكاسر فوق احط سالب اربعة وانزل تحت احط خمسة واطلع برا واضغط يساوي تلعب واحد وثمانين الواحد وثمانين دي قيمة مربع المحصلة هناخد الجز ومنها المحصلة هيتساوي تسعة يبقى انا هقول الاجابة دال هي الاجابة الصحيحة يبقى ان المحصلة عندنا بتساوي تسعة استعيل بعده قوتان مجموع مقدارهم اربعة تعالي يا شاطر احنا فاهمين الكلام ده كويس يا مستر طرى اما مجموع مقدارهم اربعة يبقى قف واحد زائد قف اتنين بيساوي اربعة ومنها قف واحد بيساوي اربعة نايس قف اتنين برويس للمعلومة الجميلة دي شان دي اللي هروح اعود بيها كل ما اشوف قف واحد احط اربعة اتنين نكمل اراية اللي عندما يكون قياس الزاوية بينهما ستين دي ايه بيساوي ستين فان مقدار المحصلة جزر تلتاشر يبقى الحاب يساوي جزر تلتاشر طلباتك اللي وجد مقدارك كوتين والله يا مستر انت لس حل شبهها من شوية اول حاجة مستر بكتب القانون القانون بيقول ايه ادي حاة تربية معلش نكتبه كتير عشان نحفظه زائد قاف اتنين تربية زائد اتنين قاف واحد قاف اتنين جات ايه يلا انا عود اول حاجة الحاح بجزر تلتاشر تربية حاة تلتاشر القاف واحد بربعة ناقص قاف اتنين الكل تربية القاف اتنين ملكوش ضعوة بيها سيبوها قاف اتنين تربية زائد اتنين القاف واحد دي قيمتها بربعة ناقص قاف اتنين القاف اتنين دي احطها جنب الاتنين جاتة احط جاتة الية بكام بستين لغاية كده ماشيين مع بعض واحد واحد يلا كمل بقى ملكش ضعوة بالتلتاشر الاربعة مربحها ستاشر والسالب مربحها موجب والقاف اتنين مربحها قاف اتنين تربية الاول في التاني في اتنين بسالب تمانية قاف اتنين كلام زي الفن والقاف اتنين تربيع ماكش ضعوة بيها يلا نوزع استنا يا حبيب قلبي احنا لسا قلين باضرب الاول القيمة دي في القيمة دي هروح امسك قلتي واضرب اتنين في جاتة ستين اتنين في جاتة ستين بواحد يعني معنى كده القيمة دي خيط القيمة دي وخلوا المعامل واحد يعني مالوش لازمة يعني السياق دلوقت المفروض توزع الموجب قاف اتنين على المقدرين دول فحقول قاف اتنين في اربعة باربعة قاف اتنين قاف اتنين في سالب قاف اتنين بسالب قاف اتنين تربيع يلا بينا حلاقي دي موجبة حلاقي دي سالبة روحوا مع بعض اللي برا معك تلات اشر بيساوي ستاشر زائد قاف اتنين تربيع دول اخوات فممكن لما جمحهم حيدون سالب اربعة قاف اتنين نخليها معادلة بقى يبقى القاف اتنين تربيع اللي قاعدة جوه ناقص اربعة قاف اتنين الستاشر حيجي لها سالب تلاتاشر حيديه تلاتة بيساوي سفر يبقى نقول تاني واحدة 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 الستاشر وهي قاعدة حيجي لها سالب تلاتاشر حيديه تلاتة هروح احلل دي هفتح قصين او حللها باستخدام القالة ادي قاف اتنين وادي قاف اتنين الاشارتين سوالب عايز رقمين ضربهم تلاتة ومجموحهم اربعة تلاتة في واحد اذا نقاف واحد اقاف اتنين بثلاتة او بواحد طرع جاية راجع تجري بقى لسه لسه لما تكون قاف اتنين بتلاتة قاف اتنين بتلاتة قاف واحد حيب اربعة ناقص تلاتة بواحد ولما تكون قاف اتنين بواحد حيب اربعة ناقص واحد بتلاتة فهنا لاحظنا كلنا ان القوتان هما تلاتة واحد او واحد وتلاتة براحتك زي ما انت عايز يبقى تخلي بالك من اللي بيتقال يبقى تخلي بالك من الفك والاختصار عايزك وانت قاعد عملت حل معايا ما تبصش للحل بعد ما تفهم السؤال انقل في ورقة خارجية وحله تاني لوحدك شوف لو ايه في وصدك حاجة رجع الفيديو سنة واحدة وحدة وما تستعجلش انا كده كده معاك مش هسيبك في اي تفصيلة حتى لو صغيرة السؤال اللي بعد بيقول لي قوة تاني الاولى نصف الثانية فزورة فانا هقول له ايه بقى لو فرضنا ان القوة الاولى هنسميها قاف يبقى القوة التانية اكيد هنبقى اتنين قاف ايه وما هقال ليه الاولى نصف التانية يبقى اينا قاف يبقى اتنين قاف لو اتنين قاف اربعة قاف بس انا هنفرضها يعني قاف واتنين قاف الاولى نصف الثانية في المقدار ولوما محصلة ما مش عرفها فاذا زيد خلي بالك بقى عشان كده الموضوع وقف فاذا زيد مقدار القوة الاولى اربعة يعني هي كانت قاف انا هخليها قاف زايد اربعة وضعف مقدار القوة التانية يعني القوة التانية كانت اتنين قاف ضعفها تبقى اربعة قاف دي بقى واحدة واحدة يبقى انا كده رجل بيقولك حدوتة بيحكي لك قصة بيقولك ايه لو انا معي قوتين واحدة فيه النص التانية او عزلونا بقى خلاص مفيش صوت ومفيش مجهود ربنا يجعله بس الفايدة ان شاء الله ونفرح بك كلكم يا رب هنا عاطيني قاف واحد بقاف والقاف اتنين باثنين قاف عشان نصها فقال لي ايه بقى لو مسكنا القوة الاولى وزودناها اربعة ومسكنا القوة التانية وضعفناها ايه اللي يحصل وايه اللي يجرى بقى قال لي فان محصلاتهم تظل في نفس الاتجاه هي الكلمة دي هي الكلمة دي نفس الاتجاه ربنا يبارك فيكو يا رب ويحميكو من كل شر يا رب يجعل تعبنا فايدة معاكو نفس الاتجاه كلمة نفس الاتجاه دي يعني طلع من قانون المحصلة اللي ايه ودخل في قانون اتجاه المحصلة فاكر قانون اتجاه المحصلة قال لي اه اللي هو زاويت منها مع القوة الاولى قال لي ايه يا مستر قاف اتنين جايه على قاف واحد زايت قاف اتنين جايه طب ممكن تكتبه تاري ماشي قاف اتنين جايه على قاف واحد زايت قاف اتنين جايه هو الراجل لما كتب لك كلمة نفس الاتجاه كانوا بيقول لك ان المعلومات الاعليمين دي لو استخدمتها في القانون ده والمعلومات العشمال لو استخدمتها في القانون ده فحيكون لهم نفس الاتجاه يعني لازم الناتجين دول يطلعوا بيصووا بعض طب ما تيجي نعوض يا حبابنا قاف اتنين انا بتكلم بقى الجزء ده تاعم المعلومات الاعليمين قاف اتنين اللي هي اتنين قاف جايه على قاف واحد اللي هي قاف زايت اتنين قاف اتنين قاف جايه بيساوي المعلومات دي هاخدها من الجزء اللي على الشمال قاف اتنين اللي هي اربعة قاف جايه قاف واحد اللي هي قاف زايت اربعة زايت قاف اتنين اللي هي اربعة قاف جايه صح صح معيك دي يلا الجاية دي هتطير مع الجاية دي طرفين بينهم علامة يساوي والاتنين في البسط واتنين حاجات بيساوي بعض طيارهم مع بعض وكمان القاف دي هتطير مع القاف دي مع العلم ان ممكن كمان اختصر اللي اتنين مع الاربعة حيبا دي فيها الواحد فيها الاتنين بس بلاش شايف الناس بتتوتر شوية يلا بينا بقى اولاد نعمل مقص في الشكل اللي انت شايف ده المفروض ان نضرب الاربعة مرة هنا ومرة هنا وارجع تاني اضرب الاتنين مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا يلا بينا اولاد كده اربعة في قاف باربعة قاف زيت اربعة في اتنين بتمانية قاف جات ايه بيساوي اتنين في قاف باتنين قاف زيت اتنين في اربعة بتمانية كاف جات ايه ه Cybercca يلا سمعك سمعك يا شاطر يالي بتقول مجب تمانية قاف جات ايه مجب تمانية قاف جات ايه مجب تمانية قاف جات ايه حنتظر مع بعض برافو عليك هنا ببقى معايا 4 قاف بتساوي 2 قاف زي 8 هنجمع القاف في طرف 4 قاف نقص 2 قاف بيساوي 2 قاف ساوي 8 لما أقسم على ال2 هيطلع قيمة القاف بتساوي 4 يعني هو هنا بيقول لي اوجد مقدار القوتين تعال بقى اقولك مين اللي انت جبتها دي القاف اللي ما يجودها معا قاف بتساوي كام 4 يبقى القوة الاولى بتساوي كام 4 والقوة التانية بتساوي كام 8 لشان هو قالك الاولى نصف التانية يبقى القوتين بتوعنا يا حبيبنا يا غليين بيساوي 4 وكام 8 وكده يا حبيبنا نكون اشتغلنا اول جزء في منهج تطبيقات الرياضة وهو ايجاد محاصية قوتين جابريا وطبعا حضرتك لاحظت معايا ازاي بتعامل مع القوانين احفظ القوانين كويس عشان اعرف اركز في الحال يبقى انا كده عرفت ازاي اجيب المحاصلة بتاعت القوتين جابريا طبعا لسه عندنا حالات خاصة على تعيين محاصية قوتين جابريا يبقى الدرس الاول كله بيتكلم عن محاصية قوتين جابريا احنا النهاردة خدنا ازاي نجيب قيمة المحاصلة واتجاه المحاصلة وفاضل معنا بمرة الجاية هنتكلم على ازاي نستخدم الحالات الخاصة ودي بقى محتاجة تركيز منها شوية في شوية قوانين وشوية افكار واهم حاجة شوية الفاظ وما تنسوش ان احنا مش هنسيبك بعد ما نشرح الفيديو هين بتوع الشرح بتوعنا هنحل معاك اهم الافكار مسائل كتيرة جدا من مسائل المشتفى العالية وبعدين هنحل معاك الفيديو بتاع الواجب وعتنسى انك بتذاكر فيديوهات الشرح الاول وبعد كده بتخش على فيديو اهم الافكار وبعد كده بتخش على فيديو حل الواجب ربنا يا كريمكم ان شاء الله ونشوفكم دايما بخير وقلب سعادة